بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا رب شرح لي صدري ويسر لي أمري وحل العقدة من لساني يفقه قوي نحل كتاب التفوق الجزء المتباقي من الجهاز الهيكلي المفاصل وفضريف الأربطة الأوتر يقول لك السؤال الأول يا دكتورنا الغالي أي التراكيب التالية لا تحتوي على أنسجة ضامة خالية من الأوعية الدموية فهنا نشيل كلمة مين هي الأنسجة الضامة اللي خالية من الأوعية الدموية دي الغضريف فبالتالي يصبح دلوقتي الجملة إرايتها أسهل حشيل أنسجة ضامة خالية من الأوعية الدموية مكانها غضريف يبقى أي التراكيب التالية لا تحتوي على غضريف القص غلط يا دكتور لأن الجزء السفلي من القص جزء غضروفي مدببي فيه غضروف يبقى مش القص الضلع الاخير الضلع الاخير يا دكتور اللي هو الضلع نمرة 12 وده فعلا ما فيهوش غضروف ليه الضلوع اللي قبله ما عدا اخوه العائم اللي قبله يعني 11 و12 دول هما مش بيلفوا يوصلوا الى القص الضلوع الباقية كلها من واحد لغاية عشرة كل واحد بيلفوا يوصل لقدام ايا المكان بقى سواء اول سبعة اللي هما الحقيقية او 8-9 اللي هي الكاذبة نهاية الضلع بيبقى فيه جزء غضروفي علشان يسهل الحركة مع التنفس انما الضلوع العائمة 11 و12 مفيش فيهم غضريف لانه مش واصل لقدام ملوش نهاية غضروفية فعليا الضلع الاخير ما فيهوش غضروف الانف غلط يا دكتور لان الانف فيها غضروف القصبة الهوائية فيها غضريف حلقات غضروفية غير مكتملة عشان تضمن بقاء القصبة الهوائية مفتوح على طول الاجابة به يقولك في النبات يتشابه النسيج الاسكيلرانشيمي وظيفيا مع نقط في الانسان بينما يتشابه النسيج الكولانشيمي وظيفيا مع نقط في الانسان النبات بيبقى فيه نسيج الكولانشيمي وده بعبارة عن خلايا بتبقى مترسب فيه الجدار بتاعها سيليولوز ضيف على ذلك يا دكتور ان بيبقى مترسب جواها اللجنين بيخلي الخلايا صندة او محجرة بنسميها الخلايا الحجرية وده يدي صلابة عالية جدا وده زي ما بيبقى فيه بتاع المكسرات البندق غيره وهكذا او في الالياف الصلبة بتاعة جزء الهند طيب يقابل الكلام ده ايه في الانسان بقى مين اللي بيدي صلابة بمنتهى القوة كده زي الخشب ده اللي هو فيه ايه للبندق مثلا قالك العب عندنا ما يوازي هذا الكلام كنسيج صلب جدا العب احنا ايه بس هو الفرق ايه بقى الفرق هتيجي تقول لي بس الخلايا اللي في النبات دي خلايا ميتة اه انا معاك جدا النسيج اللي سكيلرانشيمي ميت انما العظم خلايا حية طب اه انا خلي بالك بيقول لك في النبات يتشابه النسيج اللي سكيلرانشيمي وظيفيا كوظيفة انه هو يدي صلابة يبقى ده يتشابه مع العظام مع العظام في الانسان بينما يتشابه النسيج الكولانشيمي والنسيج الكولانشيمي هي عبارة عن خلايا هتلاقيها مترسب فيها سيليولوز سيليولوز زيت فيها قوي يعني هتيجي تلاقي مثلا خلايا بالمنظر ده والجدار بتاعها بيبقى مليان سيليولوز ده بيدي قوة وبيدي شيء من المرونة لأن ألياف السيليولوز مرنة وده بقى تلاقيه في الساق علشان يخلي الساق عمال يتحرك ازاي يا دكتور هتخلي الساق عمال يتحرك كده 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 صح كده بحيث ايه ده ماشي بوسط تريفون بيخلي الساق بيبقى مرن علشان ما يتقطمش الساق مثلا فبالتالي يا دكتور احنا عندنا اللي مرن زي اللي في النبات كده الغضريف الغضريف تتميز بانه هي نسيج ليس صلب زي العظام ولكنه مرن يبقى ازا احنا عندنا هنا اللي يتشابه وظيفيا مع السكيلرانشيمي العظام واللي يتشابه وظيفيا مع الكولانشيمي المرن الغضريف يبقى اللي بدور على عظام وغضريف لا دي غضريف واربطة لا غضريف واوطار لا اربطة اوطار لا العظام والغضريف الاجابة نمر بيه السؤال اللي بعده يقولك الشكل المقابل يعبر عن مصار انتقال جزيئات الجلوكوز خلال انسجة الجهاز الهيكلي فاي مما يلي يمثل واحد واثنين وتلاتة على الترتيب واحد دي حاجة يا دكتورنا العزيز بتدي العظام وبعد كده العظام بتدي حاجة واحد مش بس بيدي العظم لا ده واحد بيدي حاجة تانية طيب هي الرسمة بتقول كده احنا قرينا الرسمة بس يا دكتور يبقى انا اتخيل دلوقتي هو مين اللي بيدي العظام يا دكتور بيدي العظام جلوكوز لانه هو مركز في السؤال انتقال جزيئات الجلوكوز يبقى الامداد الدم وعلى طول يبقى فيه اوعية دموية هي اللي حتدي العظام يعني انا الرسمة دي كلها كاتب لي واحد اتنين ثلاثة الحاجة الوحيد المربع اللي مكتوب فيه عظام اذا انا متخيل العظام مين بقى بيوصل جلوكوز للعظام قال لك يبقى الاوعية الدموية لان الاوعية الدموية هنا بيبقى فيه امداد دموية طيب العظم بيدي حاجة بعد كده جلوكوز احنا كله حينبقى لطباقة للجلوكوز العظم بيدي الغضاريف لانه بينتقل من الخلايا العظمية الى خلايا القضروفية في الغضاريف بالانتشار لو انت تاخد بالك من السؤال الشكل يعبر عن مصار انتقال جزيئات الجلوكوز خلال انسجة الجهاز الهيكلي يبقى كل ده حيبقى جهاز الهيكلي يبقى احنا هنا قلنا ان امرتنين دي غضاريف تبع الجهاز الهيكلي وبعد كده عظام جهاز هيكلي تلاتة تبع الجهاز الهيكلي اكيد مش العضلات انا يتبقى ليه ايه الدم ممكن يدي ايه في الجهاز الهيكلي تاني ما هو انا عندي اما عظام خلاص الدع غضاريف ملوش دعوة بها الدم ممكن فيه اربطة او فيه اوطار دول اللي اتنين بيوصلهم دم ولكن الوطر بيوصلوا دم احسن عشان كده حتى الوطر اللي هو ابن العضلة اه اللي مسك في العضلة زي العضلة كده امداده الدموي احسن اه التقامه اسرع وافضل يعني طيب يبقى ايزا انا بدور على نمرة واحد امداد دموي او اوعية دموية اوعية دموية ونمرة اتنين غضاريف ونمرة تلاتة تبقى اربطة او اوطار فنمرة واحد ماينفعش تبقى غضاريف لا انا عايز نمرة واحد هو عايز واحد واثنين وتلاتة على الترتيب ماينفعش غضاريف في الاول يا دكتور اه اوعية دموية فعلا نمرة واحد اهي وبعد كده غضاريف تبقى نمرة اتنين ثم اوطار اه تمشي اهي تلاتة اوطار وممكن لو كانت فيه اربطة فحتى الان دي صح اشوف لا يكون في حاجة تانية اوطار نمرة واحد لا اوعية دموية لان الوطر مش هيدي العض يقول لي طب ما الوطر لازق في العض وانا ما يقول لي ما هو الوطر اهو لو هو نمرة واحد وطر فرايح للعض ما يبقى ماسك فيه يا فن ما هو السؤال محدد نفسه وبيقول لك امتقال جزيئات الجلوكوز يبقى حاجة اللي هتنقلمين الاوعية دموية الامداد الدموية يبقى اذا نمرة جيم غلط برض يا دكتور طيب نمرة واحد دمقى مفاصل وبعدين نمرة اتنين دي اوعية دموية لا الكلام ده تخريف طبعا يبقى الاجابة نمرة بيه اوعية دموية نمرة اتنين غضا ريف نمرة تلاتة اوطار او اربطة انا عندي هنا اوطار السؤال اللي بعده بيقول لك في الشكل المقابل ما النتيجة المترتبة على تحول الحاجز الانفي من سين الى صاد هنا يا دكتور الحاجز الانفي ده عبارة عن عضماية كده جوة مناخيرك من جوة سيبك انت من الجزء الغضروف اللي بره ده ده كده عشان يدي حضرتك شكل كده جميل ويجمع الهوة انما الجوة كده في حاجز انفي معمول من العضل كويس او الحاجز ده المفروض مستقيم فبالتالي الفتحة دي قد الفتحة دي وبالتالي الهوة بياخد المصار بتاعه على طول بيقوم داخل على الممرات التنفسية اما لو حصل فيه اعوجاج بهذا المنظر فهنا حتلاقي الهوة بيلاقي مقاومة شوية وهو داخل في الحالة دي حتاقي بدأت تلاقي الواحد نفسه داية يعني دي بنشوفها كتير من الناس اللي هي عندها اعوجاج في الحاجز الانفي وعلى فكرة ده مش شرط يبقى باين خلي بالك من النقطة دي يعني انت ممكن يكون عندك نفسك من داية وحسس ان مناخيرك مكتوم على طول وبتاع ولا في حساسية ولا في حاجة تيجي تشف عند دكتور الانف والازن يقوم هب يدخل منزار كده ويقول لك ايه ده انت عندك اعوجاج في الحاجز الانفي عشان كده ده يفسر لك اللي دي بتاع التنفس اللي بيبقى عندك فمعنى كده النتيجة المترتبة على تحول الحاجز الانفي من سين ده سين يا دكتور كده الى صاد اه يعني عوجاج في الحاجز الانفي كسر عظام الانف لا هي ما تكسرتش ولا حاجة سليمة هي مش دي وصول نسبة عليها من اكسوجين الى الرئاتين بالعكس ده التنفس هيبقى اقل في دي في النفذ صعوبة التنفس تمشي طبعا حلوة جدا النمرة جيم صعوبة التنفس صح الاجابة انسداد كل الممرات الهواء استحالة ما احنا عندنا اعوجاج في الحاجز الانفي وناس كتيرة جدا نسبة عالية عندها القصة دي انما ما بحصلش انسداد كل انسداد كل ده معناه وفاة على طول يبقى نمرة ده الغلط الاجابة جيم السؤال اللي بعده يقول لك السؤال اللي بعده يقول لك ادرس الشكل المقابل الذي يوضح احد عظام الهيكل المحوري وهنا دي عظمة القص حدد اي الاجزاء لا ينصح بالضغط عليها اثناء الانعاش القلبي الرئوي للاطفال الانعاش القلبي ربنا يا رب يحفظكو جميعا لما الواحد مثلا يتوقف القلب عنده نقوم ضغطين على عظمة القص كده بنقوم عاملين ايدينا بالمنظر ده ونبدأ نضغط على عظمة القص عظمة القص تحتها على طول القلب فبالتالي بنعصر القلب يعني انا اتمنى في الانعاش القلبي ده ان انا امسك القلبي بايدي كده وانبهه عشان يبدأ يستجيب تاني والكهرباء توصله تاني وينقبض ويتستمر الحياة طب انا دلوقتي لو مش طايل القلب على فكرة هو ممكن الكلام ده يحصل وانا شغال مثلا ايه وانا شغال عملية جراحة قلب فتح السدر والقلب قدامي ولقيته توقف امسكه بايدي كده واعد اعمله بالمنظر ده بدلقه على طول انما انا للوقتي واحد قلبه ايه فانا حشقله سدره فبالتالي بنبدأ نضغط على عظمة القص العظمة نفسها وزي ما انت شايف كده عظمة القصة دي كده عظمة القصة فهدي يتلاقي القلب تحتها على طول فلما تعصر وتضغط على عظمة القص فانت كده بتعصر القلب يا دكتور انما انت ما تضغطش على ايه بقى ما تضغطش على الجزء الغضروفي ده انا ما تضغطش على الجزء الغضروفي ليه؟ ما الجزء الغضروفي ده حيروح ويجي بقى مش هيديني اي مش هيديني اي ضغطة صحي كده يا دكتور فبالتالي يعني انا لو بضغط كده على الجزء الغدروفي هتلاقي الجزء الغدروفي ام رافع كده انا عايز حاجة صلبة اعصر بها القلب فبالتالي بيقولك هنا اي الاجزاء لا ينصح بالضغط عليها اسناء لانعاش القلبي الرئوي للاطفال يبقى ايزا على طول الجزء ده يا دكتور ما تضغطش عليه ليه لانه هو نمر واحد طبعا مش هيبدي اي تأثير انا لو انت تاخد بالك حتى الاطفال ببقى صدر زغنان قوي يعني الكبار لما بيجي نضغط كده في الانعاش القلبي بكفي ايدك كامل غير في الاطفال انت بتضغط ممكن بصبعين ان هو حجم القص عنده صغير قوي لو خدت بالك انا بضغط على القص نفسها مليش دعوة نهائي بالجزء الغدروفي المدبب اللي موجود تحت يا دكتور يبقى لا ينصح بالضغط على الجزء الغدروفي اللي هو يمثل نمرعين يبقى الاجابة نمرعين الباقي طبعا كله غلط سين صد احنا ممكن تضغط على سين تضغط على صاد ماشي صاد وعين لا انت تضغط على صاد اه انما عين ما تضغطش عليها الاجابة نمرعين يقولك ادرس الشكل المقابل الذي يمثل احد مفاصل جسم الانسان ثم حدد ما النتيجة المتوقعة عند غياب التركيب اتنين هنا الشكل طبعا نبدأ نشوف البيانات بتاعته نمرع واحد اللي هو اللونه بنفسيجي ده ده غدروف يا دكتور ده كده غدروف نمرع اتنين ده السائل الزلالي اللي موجود في المفصل يعني انا عندي ده كده المفصل بتاع الكوع يعني ده كده عضمة العضمة هنشوف دلوقتي المهم ده نمرع اتنين السائل الزلالي نمرع ثلاثة دي عضمة ايه اه دي عضمة عرفت منين ان هي عضمة يا دكتور عضمة عرفت منين ايه بس وبعدين حداي فيها الجزء اللي ايه التجويف ده يبقى دي عضمة الزن دي يعني ثلاث وبعد كده دي عضمة الكعبرة وما يدل على ذلك من الباية دي عضمة اللي عضلة البيسيبس او صناعية الرؤوس ودي بتبقى مسكة في الكعبرة يبقى اذا هو بس هو مش عايزها على فكر الكعبرة طيب في حاجة نمرى اربعة مسكة العضد في الكعبرة صح كده يبقى ده اه رباط على طول يربط عضمة فعضمة ده رباط طيب نمرى خمسة عندك هنا اه طب ما نمرى 6 دي عضلة اللي هي العضلة التراي يعني اللي هي سẹسية الرؤوس ونمرى خمسة ده الوطر بتاعها هو نمرى خمسة ده الوطر بتاعها بيبقى مسك التراي في الزند يعني انت عندك هنا باي بالب كعبرة بالب الباي في الكعبرة انما بتمسك في الزين دي يا دكتور. يبقى نمرة خمسة ده كده وطر يا فن. نمرة خمسة ده وطر. وانا بقول لك البي كعبورة دي علشان في بعض الاسئلة هتحتاج المعلومة دي. طيب المهم يعني. ما النتيجة المتوقع عند غياب التركيب اتنين. طب لما التركيب اتنين ان هو السائل الزلالي يبدأ يغيب. ما السائل الزلالي ده كان وظيفة ان هو بيحمي الغضاريف. لما تيجي الغضاريف تحتك مع حركة المفصل احتكاكها ده ممكن يا كلها. السائل الزلالي بيحمي الغضاريف عند الاحتكاك. يعني زي ما الغضاريف اللي في نهاية العظام بتحمي العظام. يجي بقى السائل الزلالي يحمي الغضاريف عند الاحتكاك. فلو انا نقص السائل الزلالي الغضاريف في احتكاك هيبدأ يا كل. تبدأ تتاكل الغضاريف ويبدأ يحصل خشونة في المفاصل. يبقى يبدأ يتاكل التركيب ستة. كان? واحد سوريا تاكل التركيب واحد اللي هو الغضروف اللي عنده حضرتك ده. يبقى النتيجة يتأكل التركيب نمرأ واحد الاجابة جيد. انما يتمزق التركيب اربعة يعني السائل الزلالي لو اه نقص يقوم يحصل تمزق في الوباط يا دكتور. ايه العلاقة? يا ملاش علاقة نهائي. تمزق التركيب خمسة? فين خمسة? الوطر يتمزق ليه? لو السائل الزلالي قل. هيبقى فيه اه الغضريف تتاكل ففيه خشونة ايوة. يتمزق الوطر ليه? ايه العلاقة برضو? ملاش علاقة. اجهاد التركيب ستة. يحصل اجهاد عضلي. يا فندم الاجهاد العضلي بيحصل من نقص الاكسجين والان العضلة بتعمل مجهود عالي. انما ملاش علاقة من نقص السائل الزلال. تقول لي ما جايز يكون نقص السائل الزلال يعمل خشونة فيبدأ يعمل حركة. انا كده عايز تألف بقى. انا كده عايز تهزر يعني. خلاص? طيب. السؤال اللي بعده يقول لك. يعاني شخص ما من الم شديد في منطقة الفقرات القطنية مما يؤثر على الاعصاب التي تتحكم في حركة الطرف السفلي. ما سبب حالة هذا الشخص? السبب في القصات يا دكتور لو تاخد بالك. الغضريف لما تبدأ تتآكل. اللي هي بين الفقرات او القرص الغضروفي يتآكل. او بمعنى تاني. نقدر نقول ان القرص الغضروفي اه هيبدأ يضغط على الاعصاب. التآكل بتاع الراس. القرص بيبقى صلب يعني القرص بص بيبقى عامل ازاي? القرص اهو اهو. الرسمة اللي هي قصادك ده هي كده. الرسمة اللي قصادك دي كده. شايف القرص ده كده يا دكتور? اللي لونه لبني دي الياف بتبقى صلبة شوية. والجزء اللي في النص في المركز بتاع القرص ده بيبقى جيلاتيني شوية. لو انا دلوقتي هب بدأ يحصل تآكل فيه الغضروف. التآكل ده هيخلي الغضروف الالياف الصلبة او اللي بره ده هي اه ضعيفة. فيبدأ الجزء الجيلاتيني ده يفرش. طب لما يفرش يعمل ايه? اه بص بقى مع الحركة. بص بقى مع الحركة يا دكتور لما يبدأ يفرش. هتبدأ تلاقي الارص الغضروفي اهو. شايفو? بيحك فين? الارص الغضروفي بيحك في العصب. لو تاخد بالا في الاعصاب وراء. فده اللي بيعمل الام. يبقى اذا هنا يؤثر على تحكم في حركة تاني? الام شديد في الفقرات مما يؤثر على الاعصاب اللي بتتحكم في حركة الطرف السفلي. سبب الحالة ده هي دكتور? هل نعص كمية السائل الزلالي بين الفقرات القطنية? يا راجل عيد سائل زلالي ايه اللي بين الفقرات القطنية؟ هي الفقرات اساسا من المفاصل بتاعتها غدروفية مش زلالية فمفيش سائل زلالي اساسا الجملة دي غلق. طيب، غياب انتق المفصلي الخلفي يعني السبب السبب في الالام اللي بتيجي الواحد عنده مشاكل في القطنية غياب. نتوق مفصلي الخلفي. مفصلي الخلفي ده عشان يخلي الفقرة اللي هما نازلين لتاحت يتمفصلوا مع الاماميان بتقول فخرة اللي تحتها لو غابل نتوء المفصل الخالفي مش هيحصل تمفصل بس مش هيحصل حركة اساسة لا غلط تاكل الغدروف الموجود بين الفقرات القطنية صح يا دكتور لما يتآكل الغدروف اللي بالك تاكله حيبقى من الالياف الصلبة اللي حواليه فالجزء الجيلاتي نسدف النص ده هيبدأ يفرش فيبدأ وهو مع الحركة يخبط فيه العصاب فيعمل الالام دي نقص كمية الكالسيوم في الفقرات القطنية ما يضغطش على الاعصاب وما يعملش الام في الطرف السفلي قد يسبب الام على فكرة لو هو بدأ ينقص الكالسيوم وبدأ يحصل هشاشة في الفقرات وبدأ ابطباء ضعيفة ممكن يعمل في الفقرة نفسها الام انما لما يجي يقولك فيه الام في الطرف السفلي اعرف ان فيه حاجة بتخبط فيه العصب على طول اللي هي حاجة في الغدروف يعني السبب هنا راجع للغدروف اللي اجابة نمرة جيم يا دكتور ليقولك نمرة 8 الشكل المقابل يمثل تركيب احد مفاصل الجسم ادرسه ثم اجب اي التركيب على الرسم تميز هذا المفصل على المفاصل الموجودة بين الفقرات القطنية الفقرات القطنية زي ما حدتك عارف بيبقى فيها الارص الغدروفي مفاصل غدروفية هل فيها سائل زلالي لا مفيش فيها سائل زلالي فيه عظام اه طبعا كما اي مفصل فيه عظام وفيه هنا قرص غدروفي هل فيه اربطة واوطار وبتاع طبعا الاوطار علشان تبدأ العضلات اللي موجودة على العمود الفقري من وراء علشان تبدأ تحرك العمود الفقري والاربطة بتربط طبعا الفقرات كلها ده فيه روباط تواسك لك المتول مستعرض من فوق لتحت بكل طول العمود الفقري يعني فيه اربطة واوطار الرسمة اللي هو بديها لك هنا ده بدي لك مفصل زلالي صحيح صحيح بالتالي بتلاقي هنا عظم وهنا عظم عادي جدا ما هنا في الفقرات عظمه عظم كويس بتلاقي هنا فيه الروباط اللي هو بيربط عظمه بعظمه اللي هو نمربيه طبعا بتلاقي هنا فيه برضو اربطة لتبقى موجودة طيب كويس اوي بتلاقي فيه غدروفه اللي هو نمرسيه ده غدروف صحي جدا وغدروف هنا وغدروف هنا بيبقى فيه طبقتين من الغدروف اه طب ما هنا في غضروف يبقى هنا غضروف وهنا غضروف بتلاقي نمرة دي ده عضم طبعا وده عضم وبالتالي هنا عضم وعضم يا عمي الحاج جمال ايه بس اللي في المفصل ده هو اللي بديه لك في السؤال مش موجود في المفاصل بين الفقرات السائل الزلالي نمرة الف يا دكتور يبقى اذا هنا اه ما النتيجة اه سوريا الله اه اي التراكيب اللي موجودة في الرسمة ده تميز هذا المفصل على المفاصل اللي موجودة بين الفقرات طبعا يا دكتور الاجابة نمرة ايه اللي هي السائل الزلالي فيه يبقى اه نمرة ايه خلاص ايه يبقى واحد ايه يا دكتور السائل الزلالي ده اللي موجود في المفصل ده مش موجود ما بين الفقرات لانها اقراص غضروفية او مفاصل غضروفية السؤال اللي بعده يقول لك الشكل المقابل بيوضح ثلاث انواع من المفاصل ادرس وثم اجب اي العبارات تعبر عن هذه المفاصل بشكل صحيح طيب انا عندي دلوقتي كده المفاصل اللي هو مديالي لو هي مش بينا في الرسمة يعني انا عندي مثلا هنا ده المفاصل الليفية اللي بتبقى موجودة ما بين العظام بتاعة الجزء الخلف المخي هو جايب لك ادي دايرة كده ومربع ومكبر لك المربع اهو صح كده يا دكتور وعمل لك الخطوط اللي انت شايفها دي دي عبارة عن الاطراف المسننة اللي هي ما بين نهايات العظام ده مفصل ليفي يا دكتور طيب ده نمرة قالب طيب نمرة به عند حضرتك هنا بتلاقي هنا اه ده المفصل بتاع الفك اهو لو انت تاخد بالك اهو شايف كده نفصل الفك اللي هو بيبقى هنا وحاطط لك عليه مربع ومكبره لك اهو ونفصل الفك كده مفصل يبقى قلنا ده ليفي يا فندم قلنا ده كده ليفي خلاص ماشي ده ليفي اللي هو نمرة ايه وده عبارة عن مفصل زلالي طبعا ونمرة سيبقى زلالي اهو طيب نمرة سيب ده اللي هي الفقرات نفسها دي بتبقى ما بينها مفاصل غضروفية لو انا حبيت احدد مدى الحركة او ما اقول لك ايه اللي في هي لا يوجد اي حركة الزلالي طيب او الغضروفية الحركة فيها محدودة جدا اما الزلالية الحركة حاجة من اتنين يا اما محدودة يا اما واسعة الحركة انا لما اتكلم هنا المفصل بتاع الفك السفلي يبقى اذا زلالي محدود الحركة ايا مكان يعني المفاصل الزلالية مدى الحركة بتاعها اوسع من الغضروفي لان الغضروفي محدود جدا فلما يقول لي هنا اي العبارات تعبر عن هذه المفاصل بشكل صحيح المفصل سي له مدى حركة اوسع من ايه وبي المفصل سي يا فندم ده محدود جدا ازاي سي يبقى اوسع من ايه وبي هذا الكلام خاطئ طيب العظام عند المفصل بيه ادي العظم عند المفصل بيه اللي هو عظم الفك السفلي مع الجمجمة اكثر ارتباطا من المفصل ايه للعكس يا دكتور المفصل ايه العظام بتاعته اكثر ارتباطا ده محشها في بعض يا دكتور عملالك المفاصل دي فيها ده بتيجي في يوم من الايام حتلحم يبقى دي غلط يا دكتور المفصلين ايه سي يتشابهان في المدى الحركي لهما ايه ده ليفي عديم الحركة وسي غضروفي محدود جدا تقول يتشابه في مدى الحركة مش شبه بقى ده ما بتحركش نهيه ده الحركة محدودة جدا يبقى لا دي برضو المفصل بيه له مدى حركي اوسع من ايه وسي اه بيه طبعا اللي هو الفك زلالي حيبقى اوسع من ايه الليفي ومن سي الغضروفي الاجابة نمرأ دال صح يا دكتور السؤال اللي بعده يقول لك تحدث الحركة الموضحة بالشكل المقابل على مستوى مفصل نقط لو انت تاخد بالك من الحركة عاملة ازاي اهي هتلاقيها ايه عارف انت لما يبقى واحد واقف وبعدين وهو واقف كده يقوم جاي بالفاق كده هو يودين نحيا دي وبعدين يرجع وبعدين يودين نحيا دي وبعدين يرجع عاملة زي الدبكة اللبناني كده او السوري لما هم في عندهم الرأسة بتاعتهم اللي هو اتلاقيهم واقفين مشبكين في بعض كده حاطين ايديهم على كتاة في بعض و تارارارا مش عارف ايه ويجيب دي كده الحركة دي كلها بتحصل منين اكيد مش من الرجب يا دكتور ده انا باخد الرجل كاملة كده وهوب او مود الرجل الناحية التانية كده وبعدين ارجعها اه واجيب التانية عليها كده اللعبة دي كلها جاي من المفصل بتاع الحوض يفو انت يبقى تحدث الحركة الموضحة على مستوى مفصل الحوض فين الحوض اللي هو مفصل الفاخد ما اسمه مفصل كعب ده تشيبي بيه وتتنطط بيه. على مستوى مفصل الركبة. الركبة دي تتنيها وتشوط واحد بالشلوت. المفصل بين القصبة والشازية ايه مفصل بين القصبة والشازية ده يسمح بدوران. العضمتين دول يبدأ واحدة الدرعة حوالين التانية. مش زي الكوابورة حوالين الزندو طبعا. ولكن دوران بسيط قوي. انه ما تقول لي ارقص ده بكى لبناني ولا سوري بالمفصل ما بين القصبة والشازية ده كلام فاضي يا دكتور ده بيحصل الحركة دي على مستوى مفصل الفخد طبعا اي الاشكال التالية تعبر عن انتجاهات الحركة في مفصل الفخد واتفقنا ان مفصل الفخد ده زيه زي الكتف واسع الحركة وبيبقى عبارة عن كرة بتبقى موجودة جوه جيب يا دكتور. الكرة دي كرة موجودة جوه جيب اهي زي ما انت شايف كده معلش. وده ما بتحركش ولا ايه? يعني ما اي المكان يعني كنتو شفتو انتو في كزا سؤالة قبل كده. فبالتالي لازم يكون كرة موجودة جوه تجويف. سواء كان الراس او اللي هي حتة راس بتاعة العضو فيه تجويف الاروح اللي موجود في الطرف الخارجي المدبب للوح الكتف. ماشي يمشي كده. اللي هي كرة جوه جيب. او الراس بتاعة عظمة الفخد بتدخل فيه التجويف الحقي نفس الكلام. فبالتالي هنا بتبقى راس اهي زي الراس ده هي كده دخلة فيه الحفرة ده هي او التجويف ده يا دكتور زي نفس الرسمة اللي انت شفتها هنا كده يا فندم هي الراس وبتبقى دخلة فيه تجويف الراس. ودخلة فيه تجويف. يبقى ازا فين في الرسمة هنا يا دكتور فين في الرسمة هنا اه اللي هي نمرة دال يا فندم. انما دي غلط دي غلط دي غلط يا فندم. طيب ده زي مفصل الكوع نمرة الف مثلا المفصل الكوع. السؤال اللي بعده بيقولك. السؤال اللي بعده يقولك هنا تعتمد الحركة الموضحة بالشكل المقابل على مفاصل. ثاني مد ثاني مد ايه بقى الحركة ده. توضح ايه بقى يا دكتور? يعني الوضع كان كده. اليدين جنبك لازق فيك ورجليك مضمومين. طيب كويس اوي. انا هعمل ايه بقى? اقوم ابدأ اعمل كده اوه. فاهم? اقوم اجيب ايدي كده واقوم اعملها كده. خدت بالك ان الايد التانت شوية يعني فيه هنا حصل حركة في مفصل الكوع اه. الكوع ماتني هنا. طب ما الكوع ده ايه? محدود الحركة. طب خدت بالك انت ان انا دلوقتي بعيدت الرجلتين ومن بعدة الرجلتين دي من التجويف دا يا دكتور او من المفصل بتاع الحوض اللي هو واسع الحركة. خدت بالك انت ان ات رفع الدراع كده وجاية دي من الكتف. ده مفصل واسع تاني الحركة. يعني الحركة اللي حصلت في الرسمة دي اشترك فيها مفاصل. واسعة الحركة زي الكتف والخوض ومحدودة الحركة زي الكوع يا دكتور. فأنا هنا الاجابة يا اما زلالية محدودة ووسعة الحركة. تيجي تقول لي زلالية وسعة الحركة وغضروفية. انا ما شفتش الصراحة ان العمود الفقري التاني نهائي. يعني الاخت اللي وقفت اهي بتلعب التمرين العمود الفقري زي ما هو. فما اشتركتش مفاصل غضروفية. فدي غلط. زلالية محدودة الحركة وغضروفية يا فندم. في محدودة ماشي. انا مش ممنع الكوع هنا اشتغل اهو. ولكن غضروفية دي غلط. زلالية وسعة الحركة فقط. لا يا فندم. يعني انت بتقول لي الكتف ماشي انا معاك الكتف والحود ماشي. انما فين هنا التانية بتاعة الكوع. يبقى الاجابة نمرة دال زلالية محدودة ووسعة الحركة. محدودة ووسعة الحركة. السؤال اللي بعده يقول لك ادرس الشاكل الذي امامك جيدا ثم اجب. يختلف المفصل اللي تشارك فيه النهاية سين. اه المفصل اللي هتشارك فيه النهاية سين طبعا اه بنت عند حضرتك على طول. ان دي عبارة عن عضمة القصبة يا دكتور. القصبة هي اللي مميزة بهذا الشكل. وبيبقى طرفها هي عضمة كبيرة من فوق ومن تحت بنفس الحجم وان كان من فوق اكبر شوية. وتلاقي من تحت ليها طرف مدبب كده. ما علينا يعني اه ازا النمرة سين دي القصبة. حلو كده الكلام. طيب نمرة لام هو جاي اه او نمرة العضمة التانية يعني. العضمة التانية هي عضمة العضد بس قلبها لك يعني هو جايبها لك مش قلب. فده كده الراس بتاع عضمة العضد كويس. وهنا ده الجزء السفلي الطرف السفلي بتاعها بس انا قلبه لك. يبقى عين ده الطرف السفلي لعضمة العضد. يبقى دي عضمة العضد يا دكتور ودي الراس بتاعت عضمة العضد. اما دي القصبة الطرف العلوي بتاعها سين عادي وده الطرف السفلي بتاع عضمة العضد. طيب كويس او. يقول لك هنا ايه بقى عايز ايه? اه اه يختلف المفصل الذي تشارك فيه النهاية سين طيب النهاية سين هنا اللي هي الطرف السوق العلوي للأصبة اللي هو ده يا دكتور ده الطرف العلوي للأصبة ده هو بيشارك في تكوين أنهي مفصل خلاص يا دكتور مفصل الركبة عن المفصل اللي لازي تشارك فيه النهاية عين النهاية عين دي اللي هي الطرف السفلي للعدد ده هنا بتلاقي بقى الزند والكعبورة يعني انت لو تخيلت المشهد كده يا دكتور قادي الطرف السفلي لعظمة العضد لو انت بقى لفتها عدلتها هي جايبها لك مقلوبة تبقى كده بقى ده الطرف السوف للعضد صح كده اهو الطرف السوف للعضد اه ده يشارك مع زندو كابورة عشان يعملوا مفصل الكوع هنا انما ده عشان يعمل مفصل الطرفسين يعمل مفصل الركبة يا دكتور فبيقول لك هنا ايه يختلف المفصل ده اللي هو الركبة عن مفصل الكوع بقى السؤال كده اختلاف الركبة عن الكوع في ايه في مدى الحركة مدى الحركة طب ما هو ان ده الركبة محدود الحركة طب والكوع ما هو محدود الحركة زلالي محدود برضو يبقى الاتنين نفس مدى الحركة يعني مش هقول لك ده محدود وده واسع وده محدود وده محدود جدا انما الاتنين نفس مدى الحركة فبيقولك يختلف الاتنين في مدى الحركة غلط الاتنين نفس مدى الحركة محدود زلالي محدود الحركة طب هل يختلفوا في اتجاه الحركة اقولك ليه بقى تقولي زي طب المفصل بتاع الكوع اللي هو الرسمة اللي على الشمال هتلاقيه بيتحرك كده في اتجاه واحد رايح جاي طب والرجمة ما بتتحرك برضو اتنية وفريدة في اتجاه واحد ما هو ده مدى الحركة انما بقولك في الاتجاه لما تكون انت واقف الوقفة اللي هي في الوضع التشريحي لما تيجي تحرك الكوع يتحرك الى الامام الكوع يتحرك الى الامام مش للخلف لا للخلف داي بقى انت حترجع تاني انما اقف وضع تشريحي فالكوع يتحرك للامام صحي كده طيب وانزل بقى على الركبة وانت في الوضع التشريحي تتحرك الى الخلف اه اذا اتجاه الحركة مختلف في الاتنين الحركة الرئيسية في الكوع من الوضع التشريحي كده لقدام جسمك انما بالنسبة للركبة لورا جسمك تتنيها لان هي قريدي في الوضع التشريحية مفرودة يبقى هما بيختلفوا فعلا في اتجاه الحركة طيب وانا علشان اتأكد برض ماشي غالبا ما هي دي وجود الاربطة يعني الركبة تختلف عن الكوع في وجود الاربطة يا دكتور دا كلام بيقولك يختلف المفصلين الكوع عن الركبة في وجود الاربطة الاتنين فيهم اربطة يبقى دي غلط اكيد نوع المفصل يفن انواع المفاصل يلي فيها وضروفية زلالي طب ما الركبة زلالي طب ما الكوع زلالي يبقى فعلا اتجاه الحركة هو الاختلاف ما بينهم يقولك هنا يا دكتورنا العزيز في الشكل المقابل اي الاجزاء الموضحة على الرسم يتكون عندها مفصل محدود الحركة طب انت تبص للرسمة دي دي عضمة الحوض فده نمرة واحد دي الحرقفة الظهرية اللي هي المطرحة اللي موجودة فوق دي اما نمرة اتنين دي نمرة اتنين ده كده التجويف الحقي يا دكتور نمرة اتنين ده التجويف الحقي التجويف الحقي واللي هو مكان التقاء التلات عضمات لو خدت بالك في التجويف الحقي العضمة نمرة ثلاثة اللي هي لونها احمر دي اللي هي عضمة العانة والعضمة نمرة اربعة دي اللي احنا بنبقى قاعدين عليها دي عضمة الورك يا دكتور والعضمة نمرة ثلاثة نحسوني نمرة واحد اللي هي عضمة الحرقفة الظهرية الصفرة والزرقة والحمراء التلاثة بيلتقوا في التجويف الحقي خدت بالك انت التجويف الحقي في حتة صفرة وحتة حمراء وحتة زرقة يعني يشترك التلاتة في تكوين التجويف الحقي ايوان انت عايز ايه بقى فاتنين ده التجويف الحقي ايو اي الاجزاء على الرسم يتكون عندها مفصل محدود الحركة جدا محدود الحركة جدا يا فندم المفاصل محدودة الحركة جدا دي المفاصل الغدروفية طب ما نعرف ان المفاصل الغدروفية دي في الفقرات بس كده ده حد علمك يا دكتور طب ما هي موجودة المفاصل الغدروفية زي ما بين جسم فقرة وجسم فقرة الورص القدروفي موجودة ما بين الضلع وما بين الخاص موجودة ما بين عظمتها العنى يعني ما تيجي تلاقي هنا عظمة العنى دي وعظمة العنى دي بيبقى بينهم حتة قدروف واحدة هي طبقة واحدة من القدروف ده مفصل قدروفي معنى وعانى آ verzمتع ثلاثة هي اللي بتشارك في تكوين مفصل القدروف بحيس مع العنى اللي اقصدها من الناحية التانية يبدأ يعمل الحض يا دكتور اي الاجزاء الموضحة يتكون مفصل محدود الحركة جدا شيليا فاندم محدود الحركة جدا وحط ما كان كلمة غضروفي يبقى ايزا العظمى نمرى ثلاثة فين نمرى ثلاثة اهي نمرى ثلاثة يا دكتور الاجابة جي سؤال اللي بعده بيقولك الجدول المقابل يوضح عدد طبقاته الغضروفية في ثلاثة انواع مختلفة من المفاصل ادرسه واجب اي مما يلي يعبر عن المفاصل سين صاد عين على الترتيب ويزاون بيقولك هنا ان المفصل سين المفصل سين بيبقى فيه كان طبقة غضروفية واحدة يعني انا عندي هنا المفاصل اللي فيها طبقة غضروف واحدة اللي هي الغضروفية اللي بين الفقرات قرص غضروفي واحدة او اللي موجود وحطة قرص طبقة واحدة بس فاهم كده يا دكتور وايلي الكلام ده في الشرح يعني الكلام ده مش غريب عليك بيقولك صاد لا يوجد فيه طبقات غضروفية اساسا خلاص يبقى ده مفصل ليفي على طول بتاع الجمجمة طيب اما عين ففيه طبقتين من عدد الطبقات الغضروفية اتنين عدد الطبقات الغضروفية اتنين في المفصل عين في اتنينهم في ازاي يعني مش فاهم او يا دكتور تبدأ تلاقي عندك هنا كده طبقتين او سوري ما هنا كده صح اه تبدأ تلاقي عندك هنا يا دكتور طبقتين من الغضريف فين الطبقتين دول اي يعني مسلا مفصل زي مفصل الرجبة دي طبقة غضروف لزقة في العظمة بتاعة الفخت ودي طبقة غضروف تانية تخص عظمة القصبة. فدي كده طبقة ودي طبقة بيحتاجكم مع بعض. انما في القراص الغدروفية او المفاصل الغدروفية هي طبقة غدروف واحدة يا دكتور. واتفقنا انه اه طيب نحل بس السؤال اي مما يلي يمكن ان يعبر عن المفاصل سين وصاد وعين على الترتيب. سين اللي هي فيها طبقة واحدة دي المفاصل اللي بين الفقرات اللي هي مفاصل غدروفية. يبقى سين ده مفصل غدروفي. حلو كده الكلام جميل. اما صاد فلا يوجد صاد اللي هو ده. لا يوجد صاد. ده مفصل ليفي زي بتاعه الجمجمة. اما عين ففيه طبقتين. الطبقة دي والطبقة دي فده سين صاد.ään فاعين ده مفصل. زلالي. عين ده كده يبقى فيه اتنين يبقى مفصل زلالي. يبقى ازا. اللي يعبر عن سين صاد عين مفاصل الجزء الخلفي للجمجمة. والمفاصل ما بين اجسام الفقرات القطنية. طيب مفاصل الجزء الخلفي من الجمجمة ليفية. المفروض انى سين يعني هنا المفروض دي سين والمفاصل بين اجسام الفقرات دي صاد ومفصل الفخد ده عين يا فندم مهو المفصل الخلفي للجمجمة ماينفعش يبقى سين غضروفي يبقى دي غلط على طول يا دكتور نمرة بين سين تبقى مفاصل الجزء الخلفي للجمجمة تاني يا فندم مهو سين اساسا غضروفي والجزء الخلفي من الجمجمة ليفي يبقى دي غلط خلاص طول بقى هيبقى غلط يا دكتور يبقى الف غلط وبيه غلط طب استنى كامل كده يا فندم سين اللي هي فيها طبقة واحدة. اه اللي هي كده صح. اه ممكن بين اجسام الفقرات القطنية. صاد مفيش. صاد مفيش يكون مفاصل الفك السفلي للجمجمة. لا غلط طبعا يا دكتور. الفك السفلي للجمجمة ده زلالي. انت هنا بتقول لي يبقى مفصل ليه في ازاي? وكمان مفصل الركبة. ماشي انا معاك ان مفصل الركبة بيبقى فيه نمرعين طبقتين. عندي هنا مفاصل الفك السفلي للجمجمة هي اللي مغلطة القصة. يبقى الف غلط وبيه غلط وجيم غلط. طب بص بقى على دال يا دكتور. سين في طبقة واحدة من الغضاريف. اللي هي ده ايه? ما بين الفقرات القطنية. ادي سين صح كده. صاد بيقول لك لا يوجد اساسا غضروف. اللي هي مفاصل الجزء الخلف للجمجمة. صح دي ما فيش فيها غضروف. يبقى دي صاد. عين في طبقتين. اللي هو يا. دي الطبقة دي والطبقة دي. اقل. وزي مفصل الركبة. ايه? بقى الاجابة عندك نمرة دال. تمشي صح قوي يا دكتور. الاجابة دال. يقول لك هنا وانا عايزك برضو تخيل حاجة. حكاية طبقة او طبقتين دي. انا ممكن اجيب لك عضمتين كده. وحطي لك ما بينهم طبقة واحدة من الغضروف. زي القرص الغضروفي كده. لهو لازق او لهو جزء من العضم دي ولا جزء من العضم. يعني مش حوم فيهم. ده المفصل غضروف. ممكن اجيب لك عضمتين واحطي لك طبقة غضروف واحدة. لازق دي. وطبقة غضروف واحدة لازق دي يا دكتور. فده يبقى مفصل هنا طبقتين غضاريفة. ده المفاصل الزلالية دكتورنا العزيز. السؤال نمرة ستاشر يقول لك الشكل المقابل يوضح نموذج لتركيب احد مفاصل الجسم ادريسوس ومحدد الجزء كيو يمثل. هنا طبعا باين ان المفصل ده يعني هو كروكي شوية ده طبعا هيبقى الطرف السوف للعضمة العضد. وبعد كده دي عضمة الزند يا دكتور. اه. حتى تعرفها منين من التجويف اللي موجود فيها ده كده. فتيجي تلاقي التجويف ده شهير جدا ان هو الشكل بتاعه عامل زي الهوك كده او الخطاف اللي هو حتلاقيه موجود هنا. يبقى دي العضمة كيو دي اللي هي عضمة الزند ما فيهاش نقاش. اما الرفيعة اللي فوق ده هي اللي هي الكعبورة. ودي عضمة العضد يا دكتور. هو كان عايز ايه الجزء كيو يمثل طيب فين كيو اهو. كيو دي عضمة الزند. ده انهي طرف من عضمة الزند الجزء العلوي من عضمة الزند. يبقى الطرف العلوي من عضمة الزند صح خلاص ده هي جات في وش كده على طول. تقول لي الطرف السفلي من الزند هي زند اه بس ده مش السفلي ده ده العلوي. يقول لك الطرف العلوي للكعبورة غلط يا دكتور. الكعبورة اللي هي العظمة دي لا وبعدين هو شاوركيو على العظمة دي الطرف السفلي للفاخد اللي هي علاقت فاخدك بكوعة لو اخذ يعني فاخدك ايه علاقته بكوعة مو ده كده منفصل الكوع يبقى الاجابة نمرأ الف العلوي من الزم السؤال اللي بعده يقول لك من خلال دراستك للشكل المقابل ما سبب حدوث الحالة الموضحة بالشكل الحالة الموضحة بالشكل جايز هي مش واضحة عند حضرتك شوية ولكن هو جايب لك فيه رسمة على الشمال وبعدين سهم بقت الرسمة اللي على اليمين الاصل الرسمة زي ما انت شايف كده شايف الغضروف اللبني ده جميل ازاي اه ده الغضروف هنا بدأ بدأ يتآكل يبقى هو هنا بيكلمني في تآكل الغضروف اللي موجود على راس عظمة الفاخد طبعا تآكل الغضريف ده ملوش غير سبب واحد ان هو بيقل السائل الزلالي لان الغضريف المفروض في المفاصل الزلالية هي بتحتكب بعض عشان تقلل احتكاك العظام فاصبح لما يحصل حركة الغضروف يحتكب الغضروف وعشان ربنا يقل لك احتكاك الغضريف حط لك السائل الزلالي فبالتالي نعص السائل الزلالي يخلي الغضريف تحتكب بعض جامعة فتبقى تتاكل الغضريف اللي هي الحالة دي ده تآكل الغضريف يبقى ازا سبب حدوث تآكل الغضريف تعارض المفصل للتواء لا يا دكتور ده عربطها هي اللي تضرب تخلص مفاجئ في العضلات تآكل الغضروف بالكرامبات اللي بتحصل لك نعص كمية السائل الزلالي قطعا للإجابة نباجيم صح تعارض المفصل للكسر لا دي خشون يا دكتور ما فيش كسر ولا حد السؤال اللي بعده بيقول لك تتميز متلازمة الإي دي أس الإي دي أس دي عبارة عن حالة بتبقى وراسية بيبقى ناس عندها مرونة زيادة قوي في الأربطة مرض يعني ما تعتقدش ان المرونة الزي ده كل شيء يزيد عن حده يتقلب لضبه فانت متخيل يعني انه هو بيبقى حيل وتبقى انت قاد كده وطلع رجلك وحاططها فوق رقابتك من ورا ورجلك التانية فوق رقابتك وبعدين ايدك تلفها من هنا وبتمسك كمانا ده دي اسمه مرونة زي ده في الأربطة يا دكتور الأربطة بتبقى سايبة والناس دي بتبقى عندها مشاكل في الأورطة برضو بتاعه كده المهم يعني فبيقول لك ما التركيب المسؤول عن سوريا فبيقول لك هنا آآ الناس دي بتتميز بسهولة تحريك المفاصل في كل الاتجاهات كما هو موضح يرجع ذلك الى زيادة مرونة الاربطة طبعا يا دكتور ما فيهاش نقاش لا هي مرونة عضلات ولا اوطار الاوطار اساسا ما فيهاش مرونة يعني هي قوية وصلبة ولا العظام طبعا فيها مرونة العظام لو فيها مرونة دي ده آآ حاجة اسمها عظم زجاجي يتكسر انما ما يقدرش الواحد يتمي المفاصل في اتجاهات مختلفة دي مرونة اربطة على طول السؤال اللي بعده بيقول لك الشكل اللي امامك يوضح احد مفاصل جسم الانسان ايه التركيب المسؤول عن تحديد اتجاه الحركة في هذا النفس? والله العظيم بص انا من غير ما بص على الاختيارات ولا هبص على الرسمة اساسا وتيجي تقول لي هو مين اللي بيبقى دايما مسؤول عن اتجاه الحركة? قالك والله اللي مسؤول عن تحديد اتجاه الحركة او مدى الحركة? الاربطة يا دكتور هي اللي مسؤول عن تحديد اتجاه الحركة. فبالتالي انا لو جيت دجازت الرسمة بتاعتي هنا. طبعا النمرة واحد دي عضلة بطن الساق او العضلة الخلفية يا دكتور. طيب نمرة اتنين ده وطر اخيل. طب نمرة تلاتة ده آآ تلاتة ده روباط بقى يا دكتور. ده كده روباط بيبدأ يربط العظمة بتاعة الشازية اللي هي الروفانطوعة دي شفتها? دي الشازية الروفيعة دي. والصفرة بقى المستخبية وراها المستخبية وراها دي القصبة. يبقى نمرة اربعة دي. الشازية. دي الشازية كده يا دكتور. حلو كده الكلام? جميل. فلما يجي يقول لك هنا اللي مسؤول عن تحديد اتجاه الحركة الروبط طب الاربطة هي اللي بتحدد مدى واتجاه الحركة. هي التي تحدد مدى واتجاه الحركة. ماشي كده الكلام? طيب. يبقى ازا هنا آآ آآ ما التركيب المسؤول عن تحديد اتجاه الحركة في هذا المفصل. يبقى على طول نمرة آآ الاربطة نمرة تلاتة. يبقى نمرة تلاتة يا دكتور. خلاص? طيب. السؤال اللي بعده يقول لك هنا. اي ازواج الفقرات التالية لا يتواجد بينها اربطة? مين الفقرات اللي مفيش بينها اربطة? الفقرات كلها بتبقى طبعا المتحركة اللي بيبدأ يبقى فيه ما بينها روباط. طبعا ليه? لانه الروباط يحدد مدى الحركة ويحدد اتجاه. مين بقى الفقرات اللي مفيش بينها اربطة? اللي مش متمفصلة. اللي هي ملتحمة. مفيش بينها حركة. فيقول لك هنا الفقرات اللي هي تلاتة وعشرين واربعة وعشرين. او ما انا اقول لك ما هو مين تلاتة وعشرين واربعة وعشرين? انا عندي القطنيات بتبدأ من عشرين لاربعة وعشرين. يعني دي مسلا دي اول قطنية. قطنية اتنين تلاتة اربعة قطانية خمسة وبعد كده تبدأ تلاقي العجازية قطانية واحد دي اللي هي نمره اهي قطانية واحد دي اللي هي نمره عشرين اتنين واحد وعشرين اتنين وعشرين اربعة تلاتة وعشرين نمره خمسة اربعة وعشرين والقول عجازية نمره خمسة وعشرين فلما تيجي تقول لي هنا ما بين تلاتة وعشرين واربعة وعشرين القطانية الرابعة والخمسة لا فيه ما بينهم هو قرص وغضروف يا دختون وفيه بينهم اربطة طبعا ليه لان هم متمفصلين فطبعا لا لا يوجد بينها اربطة لا تلاتة عشرين واربعة وعشرين طالما في حركة يبقى فيها اربطة على طول نحنا كنا متفقين المفاصل اللي فيها حركة فيها غضريف اربطة اوطاء ما فيها اش حركة لا فيها اربطة ولا غضريف ولا اوطاء هنا مفصل ما بين تلاتة وعشرين واربعة وعشرين غضروفي فيه حركة ومحدودة جدا حتى لو كانت محدودة جدا ففيه غضريف اربطة اوطاء فبالعكس لا تلاتة عشرين وعشرين فيه اوطار خمسة وستة قطعا فيه يعني انت لما ديجي هنا ما بين الفقرة خمسة وستة ظهرية يبقى فيه ارص غضروفي يبقى المفروض فيه اربطة يبقى لا دي غلط برضو والعايز اللي ما فيش بينها اربطة تسعتاشر وعشرين اللي هي اخر ظهرية معقولة قطنية لا طبعا بيبقى فيه اربطة وغضريف واوطاري دي لا 27 و 28 بقى 27 هنا اللي هي 26 27 و 28 اللي هي التالتة والربع تلتة عجزية وربعة عجزية خلاص دول بقى فقرات ملتحنة فبالتالي لان ما فيش حركة فبالتالي ما بقاش فيه اربطة يا دكتور خلاص كده يبقى الاجابة نمرة دال يقولك هنا ادرس تركيب المفصل الموضح بالشكل المقابل ثم اجب ما التركيب المسؤول عن نقل الحركة بين نسيجين مختلفين مين التركيب اللي مسؤول عن نقل الحركة بين نسيجين طبعا طيب سيبك من الكلام طيب هنا يقولك ايه اه ادرس الاول الشكل زي ما انا شايف كده طبعا دي كده عظمة ودي عظمة وده كده سائل زولالي اللي هو نمرة دال اللي هو لونه لبني ده ده السائل الزولالي ايه ده طب ما يجيم كده بردو استنا ايه ده ومشاور على ايه جيم وده المشاور على السائل الزولالي ازاي ده يعني ماشي يعني اي المكان يعني انا انا شايف ان الاتنين اهو سائل زلالي ده ده رؤية يعني الموضوع ده سائل زلال اه مشاور على الاتنين المهم الف ده رباط بقى صح كده بيربط ما بين عضمة وعضمة اهو يعني رابط ما بين العضمة للصفرة اللي فوق والعضمة الصفرة اللي تحت اما به ده فهو وطر طب انت عايز ايه صحيح ما التركيب المسؤول عن نقل الحركة بين نسيجين مختلفين اللي بينقل الحركة بين نسيجين اللي كنا قلناه ماقل الحركة او الوطر اللي هو ابن العضلة دايما تلاقي العضلة العضلة ايه في النهايتها بيبقى فيه وطر بيحس العضلة تنقل تقوم تشد على الوطر الوطر يشد على العضل فالوطر بيربط العضلات بالعضلات العضلات نسيج مختلف عن نسيج العضام اذا الوطر هو يربط ما بين نسيجين مختلفين نسيج العضلة ونسيج العضل يبقى اذا الاجابة هو عايز نبرا به يبقى التركيب به يا دكتور الاجابة به التركيب به هو اللي بين الحركة بين نسيجين مختلفين يقول لك هنا يمثل الشكل المقابل احد تراكيب مفصل الركبة في منظرين مختلفين من خلال دراستك للشكلين النتيجة المترتبة على اصابة التركيب سين اجوب انا التركيب سين ايه انا ابص الاول على الركبة وتبصيلي هنا من الناحية الرسمة اللي على الشمال طبعا ده اللي هو الغضروف طب يا طرى ده منظر امامي ولا خلفي برابو عليك يا دكتورة عينك على طول ضربت على الشازية من فوق ضربت عشازية لقاتها في حتة المفروض مستخبية وراء الاصابة فده على طول منظر امامي ايه المكان بقى انا مش هحدد هنا يمين ولا شمال انه طالما ده منظر امامي يبقى انا الرباط اللي انا شايفه من قدام ده الرباط الصليب الامامي لو منظر امامي يبقى ده الرباط الامامي لو كان المنظر ده خلفي واحد بنظهره كان حيبقى ده سين هو الرباط الصليب الخلفي انا بس عايز احدد النقطة دي فبالتالي انا عندي هنا ده سين اللي هو الرباط الصليبي الامامي اللي هو جايبه لك هنا الله 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 ده اطع يا دكتور زي ما انت شايف هنا في حتة مقطوعة كده يبقى ده اطع في الرباط الصليبي الامامي يبقى ده رباط صليبي امامي وحصل فيه قطع يلا يا دكتور طيب يقولك هنا بقى ما التركيب سوري ما النتيجة المترطبة على اصابة التركيب سين الموضحة امامك طيب الصليبي الامامي بقى هنا في حتة يعني عايز نقول هться. لما يكون انا الركبة عندي عبارة عن عظمة الفخد هاي. و دي عظمة الركبة تحتها. في عندك صليبي امامي قدام. صح كده? الصليب الامامي اللي قدام ده منع القصبة تروح قدام. الصليب الخلفي من عندي انا بقى. الخلفي يمنع القصبة ترجع الورى. لان هو مشدود ما بين الفخد والقصبة. فلو انا عندك واحد عنده الصليب الامامي هو اللي اتضرب القصبة تقوم تفلت لقدام. لو واحد عنده الصليب الخالفي اللي تضرب. اللي هو من ناحية انا قدقى كده يقوم القصبة تفرت لورا. وصلت كده يا دكتور. فهنا انا عندك كده في الرسمة الصليب الامامي هو اللي مضروب. يبقى انت خايف من ايه? الصليب الامامي تضرب يبقى كده القصبة على طول هتقوم تفرت لقدام. يعني هيبقى المفصل مش سابق. يعني الناس اللي فعلا عندها قطع في الصليب الامامي ورد جدا. ان هو هو ماشي كده يلاقي يقوم رجله على زعقة واحدة ويتريم في الارض ويقولك والاصبقة مترددت لقدام. وبيعمل حركة كده بحيس يقوم يرجعها تاني تحت الفاخد يا دكتور. فلما يضرب هنا الصليب الامامي نمراسيم عدم سبات المفصل. رائع صح? الكلام ده صح. لانزلاق القصبة للامام. اه صح يا دكتور. طالما انت ضربت الصليب الامامي. القصبة تطلع لقدام. لو ضربت الصليب الخلفي القصبة ترجع لورا يا دكتور. الاجابة الف صح هنا عدم سبات المفصل نتيجة انزلاق عظمة القصبة للامام. انما عدم سبات المفصل اصح لانزلاق القصبة للخلف لا يا دكتور. ده لو كان الضرب الصليب الخلف. عدم نقل الحركة من غير ما كامل عدم نقل الحركة يبقى وطر على طول فيه وطر الضرب. انما هنا الرسمة بيش يقولك وطر. ده هو بس بستغفر للطالب الغالبان يعيني اللي مش عارف يفرق في الرسمة ما بين الوطر والربا. يبقى دي غلط طبعا. عدم القدرة على تحريك المفصل مقدرش احرك المفصل نهائي. يا اما الوطر اتقطع يا اما العظم اتكسر. ما فيهاش نقلاش. يعني اي عظم اتكسر في مفصل عدم قدرة حركة المفصل. او اي اربطة وطر سوري الوطر ده اللي هيشد العظم. فلو انا الوطر اتقطع. مش حاضر احرك المفصل خلاص اعركه ازاي? خلاص الوطر اتقطع اللي كان هيشد في يبقى الاجابة عندك نمره. هلف يا دكتور. السؤال اللي بعده يقولك السؤال اللي بعده يقولك يا دكتور. اه في الشكل المقابل اي مما يلي صحيح عن النسيجين سين وصاد? ايه اللي صح عن النسيج سين والنسيج صاد? طيب. النسيج صاد انا شايف ان دي فقرة الاول ودي فقرة. دي فقرة ودي فقرة. وده ايه ده? ايه ده? اللافف ده ايه ده ايه ده? دل. هيكون ايه يعني? ايه العظم المقوصة اللي عندك بالمنظر ده ده ضلع يا دكتور طيب وإيه سين ده طيب وإيه ده آه ده كده نتوء مستعرض آه هو الضلع بيمسك في النتوء المستعرض طبعا المعلومة دي عندي وأنا شاطر فيها ان الضلع بيبقى ماسك يا دكتور الضلع هو بيمسك فيه جسم الفقرة وفي نتوءها المستعرض القصد يعني سيبك انت من القصة دي ان ده عبارة عن روباط يبقى سين ده روباط صحي كده بيربط العظمة دي اللي هي الضلع في العظمة دي اللي هي في النتوء المستعرض في عندك هنا ايه تاني اه صاد ده ضلع طبعا كده يا دكتور وسين روباط طيب انت عايز يبقى في الشكل ايه مما يالي صحيح صح ايه اللي صح عن سين وصاد ايه اللي صح عن سين وعن صاد سين اللي هو الرباط كلاهما انسجة ضامة لي فيها طيب الرباط نسيج ضام محدش يقدر يقول لا بس هو نسيج ضام لي فيه طب والضلع لا ده نسيج ضام عظمي مش لي فيه ابدا يا دكتور بتقول لي كلاهما انسجة ضامة لي فيها الجملة دي غلط النسيج صاد اكثر مرونة من سين صاد اللي هو الضلع اكثر مرونة من الرباط العكس الرباط اكثر مرونة من العظ يبقى به غلط آآ سين اللي هو الرباط يحدد سين حركة صاد عنده المفصل سين بيحدد اللي هو الرباط حركة الضلع عنده هزا المفصل. اه صح يا ده. الاربطة مسؤول عن تحديد مدى واتجاه الحركة. فلما تقول لي ان الرباط اللي هو سين بيحدد خركة المفصل ده. اقول لك صح هو يحدد حركة المفصل. الاجابة نمرأجيم طبعا يا دكتور قطعا يعني. طيب يقول لك النسيج صاد خلايا حية. صاد اللي هو الضلع خلايا حية. او ده فعلا. بينما سين خلايا غير حية. ازاي دكتور الرباط خلايا حية ويوصلوا انداد دموي طبعا. فده غلط طبعا. يبقى الاجابة عندك نمرأجيم. يحدد سين اللي هو الرباط حركة اه العظم اللي هو الضلع عنده المفصل. اي البدائل التالية تعبر عن اتجاه حركة الجزء سين وصاد من القدم عند وصول اشارة عصبية منتظمة للعضلة التوأمية. يقوم يقول لك هنا ايه قربا كده يا دكتور اتجاه حركة الجزء سين واتجاه حركة صاد. سين يتحرك لاسفل وصاد لاسفل. ولا به سين لاعلى وصاد لاسفل. ولا جيم سين لاسفل وده صاد لاعلى ولا يا ولا. طب اما بيقول لك بيوصل ايه. اه عايز هو اتجاه حركة سين واتجاه حركة صاد. امتى يا دكتور عنده وصول اشارة عصبية للعضلة التوأمية. اه. يبقى العضلة التوأمية هنا يحصل فيها انقباض. لما يحصل انقباض في العضلة التوأمية. بيقول لك وصلت اه ماشي. فلما بتنقبض العضلة التوأمية. بص كده يا دكتور اهي. كده انقبضت العضلة التوأمية. فاصرت فلمت على وطر اخيل. فاموطر اخيل شادت على الكعب. فرفع الكعب الى اعلى. فانت بقى ايه تواقف شابب يا دكتور. يعني اتحرك كده. طراطيف صابعك تعتبر لتحت. بينما الكعب الى اعلى. طب انا سين هنا اللي هو الكعب. ده اللي هو سين في الرسمة. سوريا هو. سين هو اللي هو في الرسمة اين? وصاد اللي هو الجزء الدماني اللي هي العمشاط والصوابع. فسين لاعلى. في ادي سين ايه? ودي صاد. سين راحل فين لاعلى. طب وصاد راحل فين لاسفل. يبقى سين لاعلى وصاد لاسفل. يبقى الاجابة نمرأ بيه يا دكتور. اي حاجة تانية خطأ هذا الكلام. طيب يقول لك ايه يا فانديم? الشكل المقابل يوضح تركيب احد الانسجة الضامة الهيكلية ادرسه جيدا ثم استنتج اي مما يلي يمثل التركيب سين. طيب كن دقيق في قرية السؤال الله يرضى عنك. فبيقول لك الشكل ده ده نسيج ضام هيكلي. يعني ايه نسيج ضام هيكلي? او يعني انا في الجهاز الهيكلي. طب ما انت عدقوا ما تقول لي ايه بقى? يبقى احتمال النسيج ده ايه? ايه قبل مدرسه? اه حاجة من الخمسة بتوع الجهاز الهيكلي. يا اما المفاصل. لا بس المفاصل ده مش تركيب ده مكان التقاء سيبك منه. يا اما عظم وغضريف. صح كده? يا اما عظم اها? يا اما غضريف. يا اما اربطة يا اما اوطار. فالرازمة اللي هو مدهالي في السؤال ده هي حاجة من الاربعة جولة. مش كده? طيب. بيقول لك ده تركيب احد الانسجة ضامة يبقى نسيج ضام. طب ما انا عارف ان العظم وغضريف واربطة واوطار كل دي انسيجة ضامة. الفرق ان العظم نسيج ضام من خلايا عظمية. والغضريف ضامة من خلايا غضروفية. اربطة واوطار ضامة من خلايا ليفية. ما علينا يعني ادريس ثم استاندريك. اي مما يلي يمثل التركيب سين. هو بقى ايه لك في التركيب سين ايه? قال لك في التركيب سين ان ده نسيج ليفي. ايه ده هو قال كده ما قالش كده. مين اللي قال لك يا دكتور اهو? ليفي. فده خلايا ليفي. وزي ما حضرتك عارف ان الخلايا اللي في دي عبارة عن خلايا اهو ده كده الانسجة بتاعة جهاز الهيكالي. الغضريف يا فندي ما هي? نسيج ضام والعضم ضام والاربطة والاوطار ضام. بس الفرق نوع الخلايا. فالخلايا الغضريف من خلايا غضروفية والعضم ضم من عزمية والوطر والروباط ضم من ليفي. وما انا فكرك بالخلايا اللي فيها. الخلايا اللي فيها يعني ايه? يعني بتلاقي خلية طويلة. يعني كلمة خلية ليفية يعني خلية طويلة. غير الخلايا بتاعت العضم. يعني لو انت رجعت كده وبسيط على خلايا العظم. خلايا العظم مش خلايا ليفية ولا خلايا الغضريف. خلايا العظم خلايا زغيرة مدورة كده. وخلايا الغضريف كده. انما الخلايا بتاعت الاربطة والاوطار بتبقى خلايا ليفية. بتبقى مغزالية كده مطولة كده شوية. هي بيسموها ليفة. حكلمة الليفة عندنا معناها خلية طويلة. يعني مثلا الخلية العصبية. ما احنا عارفين الخلية العصبية طويلة. صح اللي فيها الزوائد الشجارية وبتاع فبينقول عليها ليفة عصبية. خلية العضلة طويلة. اليافة العضلة. فبنقول عليها خلية عضلية او ليفة عضلية. صح جده يا دكتور? وكذلك الاربطة والاوطار بيبقى فيها برضو خلايا ليفية. طيب انت عايز ايه بقى? اه فبيقول لك هنا دي فكرة الخلايا اللي فيها. فبتبقى ليفة مع ليفة مع ليفة تعمل حزمة الياف. حزمة مع حزمة مع حزمة تعمل مجموعة حزم منفصلين عن بعض. غير لو اجيب حزمة وحزمة وحزمة وجمعهم دي مجموعة حزم غير منفصلة. الاربطة والاوطار بهزا الشكل مجموعة حزم منفصلة. بينما العضلة هي اللي بتبقى مجموعة حزم غير منفصلة. ماشي ما علينا من هذه المعلومة القيمة. اي مما يلي يمثل التركيب سين ما خلصت بقى يا دكتور? اهو تركيب سين. احنا ستة وعشرين. احنا مازلنا خمسة وعشرين اهو. مازلنا خمسة وعشرين اهو. نروح لده تاني اهو. فهنا طبعا ده نسيج ليفي. فالنسيج ليفي هيكون اه حاجة من اتنين يا اربطة يا اوطار. طيب هنا انت عندك ايه اكيد مش عضلة ولا عضمة ولا غضروف يبقى يا روباط يا وطر يبقى ده روباط يمشي روباط. صحي جده? لان الرباط هو اللي بيبقى عبارة عن حزم منفصلة من انسجة ليفية. حزم منفصلة من انسجة ليفية دكتور. طيب السؤال اللي بعده يقول لك امامك اه احد المفاصل في الانسان فاذا تم استبدال الاربطة في هذا المفصل باوطار. ما الوظيفة التي لا تتحقق في هذا المفصل? يعني انا بيقول لك انا جايب لك رسمة اهو. ستة عشرين سوري. اه جايب لك رسمة. اهي? والرسمة ده ايه? في هذا المفصل. فيه اربطة اللي هي طبعا الرباط صليبي امامي والصليبي خالفي اوز والوسطي والروباط الجانب. انا جيت بقى وقمت مبدل لك الاربطة دي وحطت لك مكانها اوطار. ايه اللي يحصل? خلاص يبقى ما عادش فيه وظيفة الرباط. هو وظيفة الرباط ايه? غير ان هو بيمسك العظم مع بعضه للتسبيت. ده وظيفة مهمة جدا. انه يبقى دي وظيفة ما ليش دعوه بالحركة. تسبيت العظام على بعضها. الوظيفة التانية بقى في الحركة بيحدد مدى واتجاه الحركة. او بيحدد الحركة بتاعت المفصل. فلو انا شيلت الاربطة دي وحطت اوطار الوطر قوي وما فيهوش مرونة. فبالتالي ضاعت الحتة بتاعت تحديد اتجاه الحركة ومدى الحركة. فهنا ما الوظيفة اللي مش هتتحقق لو شيلت الاربطة وحطيت اوطار? القدرة على تحريك المفصل. لا احنا هنحرك المفصل بس مش هتحكم فيه المدى والاتجاه بتاع حركة. ويبقى دي غلق. تخليل احتكاك العظام يا فندم هقلل احتكاك العظام يعني ايه? دا لو حطيت اربق غضاريف. اما حط غضاريف ليلونها بنفسيجي دي. دي اللي تقلل احتكاك العظام. تقولي لو شيلت الاربطة وحطيت الاوطار تقلل احتكاك العظام. لا طبعا مش هتقلل احتكاك العظام. يعني اللي العظام هتحتك برده. يعني خلي بالك. لا يكون مسلا طالب نبيه شوية يقولك ايه? انا لو شيلت الاربطة وحطيت اه الاوطاء الاربطة وحطيت وطر المفصل ما يتحركش فكده الغضاريف مش هتحتكاك. ومين قالك انه مش هتتحرك? يا هتتحرك. ولكن مش هعرف تتحكم في المدى بتاعها فهتحتك الغضاريف عادي خالص. نمو العظام في هذه المنطقة ملاش علاقة. اه. الوظيفة اللي لان تتحقق في هذا المفصل التحكم فيه اتجاه ومدى حركة هذا المفصل. راحت وظيفة الاربط ضاعت خلاص لو شيلتها. يقولك الشكل المقابل يوضح التغير في طول احد الاربطة نتيجة تعرض المفصل لضغوط خارجية مختلفة. ادريسوس ومحدد ما قيمة اعلى ضغط يستطيع هذا الروباط تحمل. طيب الضغط عند نمرة واحد الروباط اهو. ما زادش الضغط اتنين الروباط زي ما هو. الضغط تلاتة اه. هيبدأ بعد كده اه طول الروباط يزيد. لو عرضتوا الضغط بقيمة اربعة يعني علتها طوله زاد. يعني عمال الوطر الروباط يمط معك. طب خمسة زاد معك. اهو. طب ستة اه سبت بقى يا دكتور. يعني خمسة كده وبعد كده سبت. لما جيت عرضته لسبعة قصر طوله قوي يا دكتور. يبقى شكله كده عند سبعة قطع وتمانية. يبقى هو ما قدرش يستحمل سبعة. يبقى اكتر حاجة قدر يتحملها ستة. صح كده يا دكتور? لان هو عمال ايه? يمشي معك كده عادي. عالي 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 ويفضل عالي 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 بنفس الطول. ازا اعلى حاجة ستة. انما عند سبعة اتقطع فنزل الطول بتاعه. حصله بمرة واحدة كده. يبقى اعلى قيمة يستطيع هزا الروباط تحمله. طبعا ستة. الاجابة الف. يقول لك هنا ادرس الشكل اللزي يوضح احد مفاصل جسم الانسان ثم احدد اي مما يالي يحدث عند اتعرض هزا المفصل للتواب. انا كلمة التواب بترن معي على طول بتساوي رباط على طول. يحصل فيه تمزخ هو. هذا هو الالتواب. غير مجهود عضلي عنيف. بداية بيدرب الوطر يا دكتور وشوف نحن الصورة ده هي اللي هي كان بيلعب بحمل تقيل اوي مجهود عضلي عنيف بيلعب حديد عالباي محمل مثلا وزن تقيل. وهو بقى متل عضلة اه انكمشت كده كلها او تقلصت كده كلها فقول ان الوطر ام مقطوع. فالمجهود العضل عنيف يضرب الوطر. انما التواب المفصل يضرب الروباط. فانا شايف هنا بيقول لي ايه اللي يحصل لو تعرض هذا المفصل للالتواب. كلمة التواب على طول توريك توديك ناحية الاربطة. اللي هي نمرة اتنين. ما هي اتنين ده اللي هي الاربطة رباط. نمرة تلاتة اربعة دي ده عضل ايه زي ما انت شايف صح? يبقى دي كده عضلة. في نهاية العضلة اللي هي نمرة تلاتة ده الوطر. اما نمرة واحد دي عضمة طبعا بتاعة لوح الكتف يا دكتور. اما نمرة ستة ده الازرق. وبشاور على الازرق ده اللي هي الغدروف طبعا. الغدروف. اما نمرة خمسة ده عضمة ايه دي يا دكتور? عضمة العضد. دي عضمة العضد. انت عايز يبقى عند تعرض هذا النفصل للتواب عينك تجري فين يا دكتورنا العزيز على الرباط على طول. اه يبقى ازا كسر في التركيب خمسة يا راجل حرام عليك. يعني العضمة تتكسر لو نفصل اتلوى. وبيحصل اه بس ما بيحصلش مع مفصل الكتفة ويحصل مع الاصب والشازية. لو رجلك اتلوى التحقيق ممكن تكسر الشازية. الروفية عادية. انما في الكتف لا. لان عضمة العضد اه عفية شوية عن عضمة الشازية. تآكل التركيب ستة? طب انا دلوقتي لو الرباط اه حصل لو حصل التوقف المفصل. حصل التوقف المفصل. طب ليه يتآكل الغضروف. واحد اه يتلاوى المفصل بتاعه. يتآكل الغضروف ليه? غلط هذا الكلام. تمزق التركيب تلاتة. طيب. لو حصل التوقف المفصل يتمزق الوطر اتفقنا ملوش علاقة. للتوقف ملوش علاقة بالوطر. ليبقى ازا الاجابة على طول يا دكتور. فعلا تمزق الرباط اللي هو تركيب نمرة اتنين. التوقف يساوي تمزق الاربطر. السؤال اللي بعده يقول لك. آآ سؤال تسعة وعشرين. اه ادرس الشكل المقابل ثم ما نتيجة هذا الكسر. اي كسر يا دكتور على طول بيبقى ما تقدرش يتحرك المنطقة اللي فيها العظم للكسر. دي ما فيهاش نطعش. يعني امتى تفقد القدرة لقدر الله يعني على حركة الكوع. بعد الشر علي وعليك طبعا يعني. لو العظم بتاع الزند والكبرة الكسر. مش حادر احرك. دي حاجة. او لو الوطر اللي هو جاي من البي هنا اتقطع. تفقد الحركة في المفصل على طول. سواء كسرة او قطعة اربطة. فلا لما يقول لي هنا ادرس الشكل ما نتيجة هذا الكسر. توقف انتقال السؤال العصبي. يعني واحد رجليه بتتكسر. المخ ما يبعدش اشارات عصبية للعضلات. يبعد. بس هو مش قادر يحرك رجله لانه هو يحسس بها لا. يبقى اكيد دي لا. تمزق وطر العضلة يا راجل طب ايه العلاق? واحد رجله تكسرت. يتمزق الوطر ليه? يعني الوطر العضلة جاي من فوق. العضلة اهي جاي من فوق. والوطر بتاعها جاي مسك هن. حصل كسر هن. الوطر يتمزق ليه? غلط طبعا. تمزق روباط المفصل? لا. عدم القدر على تحريك الساق فعلا كسر العظام. عدم القدر على تحريك المنطقة اللي حصل فيها الكسر. الاجابة ده. النتوق المستعرض الفقرة اتنين وعشرين يتصل بيه. كويس اه. الفقرة اتنين وعشرين مبدئيا هي بتقع فين? في القطانية. ليه? دي كده اخر فقرة آآ زهرية. اللي هي الفقرة نمركام تسعتاشر. صح كده? دي اخر فقرة زهرية اللي طلع منها ضل عائمة او. تعالى بقى نتكلم عن الفقرات آآ قطانية. اللي هي نمرع عشرين اللي هي قطانية واحد. صح كده? اللي هي قطانية واحد. واحد وعشرين واتنين وعشرين وتلاتة وعشرين واربعة وعشرين واربعة وعشرين اللي هي القطانية الخمسة. بعد كده نبدأ بقى خمسة وعشرين اللي هي العجزية واحد. بيقول لك هنا النتوء المستعرض للفقرة رقم اتنين وعشرين يتصل بي. الفقرة رقم اتنين وعشرين اهي? دي اللي هي القطانية تلاتة. النتوء المستعرض بتاعه بيتصل باي? ما تجيش بقى واحد غشيم ويجي يقول يتصل بالضلع لان انا عارف الضلع يتصل بجسم الفقرة ونتوءها المستعب. لا طبعا يا دكتور. انا مفيش عندي ضلوع مسكة في القطنيات مبدئيا يعني. فتقول لي احد الضلوع العائمة اقول لك حمار. لا هتخلينا اغلط وقول حمار انه مش هقول هذا. احد الضلوع العائمة غلط طبعا لان القطنية اللي هي رقم اتنين وعشرين مفيش في النتوء المستعرض بضلع اساسا. في الظاهرية بس. طيب. النتوء المفصلي الامامي للفقرة رقم واحد وعشرين. يعني انا لو افترضت معك انا افترض معك. ان دي الفقرة اتنين وعشرين اللي هو طالبها في السؤال. ده اتنين وعشرين. ليها اتنين نتوء مفصلي امامي اللي هما فوق والخلفي اللي هما تحت. فبيقول لك هنا النتوء المستعرض للفقرة اتنين وعشرين. اهو النتوء المستعرض ده هون. للفقرة اتنين وعشرين. ها. بيقول لك يتصل بيه. النتوء المفصلي الامامي للفقرة واحد وعشرين. طيب. دي الفقرة واحد وعشرين. الامامي بتاعها طب بالله عليك بقى ايه بقى العلاقة ما بين النيتول مستعرض بتاع اتنين وعشرين والمفصلي الامامي بتاع واحد وعشرين يتصل معه ازاي الكلام بخاطئ النيتول مفصلي الخلف الرقم واحد وعشرين طب هل النيتول مستعرض اوه ده النيتول مستعرض بتاع اتنين وعشرين يتصل مع الخلفي بتاع واحد وعشرين لا الخلفي بتاع واحد وعشرين مع الامامي بتاع اتنين وعشرين يبقى دي غلط يا دكتور هل يتصل النتوء المستعرض يبقى ألفه به وجيم غلط ها طب هل يتصل النتوء المستعرض ده اهو بقى اربطة بارنا الفقرة بتاعة اتنين وعشرين ده بيتصل بروباط اقول لك اه طبع تقولي اربطة ايه دي يا دكتور اقول لك ما خلي بالك الفقرات المتمفصلة بتلاقي دايما ما بين النتوء المستعرض اربطها علشان تبقى مسكة الفقرات ورصام جمع لازم يبقى فيه تثبيت للفقرات ولا تبقى كارسية فتلاقي النتوء المستعرض للفقرة دي والنتوء المستعرض للفقرة اللي تحتها بينهم رباط والنتوء المستعرض بتاعة دي واللي تحتها هتلاقي فيه رباط وطبعا فيه رباط من الناحية التاني فلو بسيط على المنظر ده لو انا فكرت ان دي مثلا الفقرة اتنين وعشرين ده المستعرض بتاعة وده المستعرض بتاعة اه ماسك فيه رباط طبعا ماسك فيه رباط من فوق ومن تحت عشان نربطها مع الفقرة اللي فوقها واللي تحتها يبقى ده فعليا يا دكتور الكلام ده صح اربطة مارينة فالنتون مستعرض ب22 يتصل باربطة مارينة السؤال اللي بعده يقولك ادرس الشكلة الليزي يوضح احد مفاصل جسم الانسان ثم حدد النتيجة المتوقعة عند حدوث فقدان مرونة العضلة خمسة ستة سؤال طيب نقول واحد ده عبارة عن ايه طبعا واحد ده ده الرسمة جاتب لكده دي اللي هي غضروف وطبعا نمرة اتنين ده اللي هو السائل الزلالي ونمرة ثلاثة دي عضمة الزند يا دكتور نمرة اربعة ده رباط اللي هو بيربط عضمة العضد بعضمة الكوبورة يبقى اربعة ده رباط يا فاند طيب نمرة خمسة ده الوطر بتاع التراي ده الوطر لان انت هنا كده دي التراي اللي هي في ظهر ايدك يا دكتور دي التراي يبقى دي عضلة سلاسية الرؤوس اللي هي عضلة التراي وده الوطر بتاعها اللي هو بيبسكها في عضمة الزند يا فاند ماشي انت عايزي بقى بيقول لي ما النتيجة المتوقعة عند حدوث فقدان مرونة العضلة ستة لو فقدت العضلة ستة المرونة بتاعت لهم راجعين بقى للاسباب بتاعت تمزق الاوتار اجيبها منين تمزق وطر اخيل اسباب تمزق وطر اخيل ايه نمرأ واحد مجهود عضلي عنيف انعدام المرونة في العضلات او تقلص عضل المفاجئ اعدام المرونة في العضل كلام ده لا يخص وطر اخيل بس ده يخص اي وطر في جسمك يا دكتور طيب لو انا دلوقتي عندي الوطر اللي هو مشاور لي عليه ده اللي هو نمرأ ستة ايه اللي ممكن يخليه يحصل فيه تمزق اوقات لو فقدت العضلة المرونة بتاعت او حصل فيها تقلص عضلي مفاجئ او حضرتك بتشيل على التراي ها بتلعب تراي وشايل حبل كتير فيقوم الوطر بتاعها يضرب على طول يبقى اذا من النتيجة المتوقعة عن فقدان المرونة مرونة العضلة يبقى على طول يضرب الوطر فقدان المرونة يضرب الوطر زي وطر اخيل كده يتقطع ويتمزق الوطر تمزق التركيب اربعة لا تمزق التركيب خمسة تأكل التركيب واحد يا عم انت دلوقتي يتمزق العضلة تفقد المرونة بتاعتها يوم يتاكل الاضروف بتاعك اعلقته اه لا طيب تمزق التركيب خمسة صح لما تبدأ يحصل يا دكتور مرونة العضلة اه التراي اه تقل يبدأ على طول ممكن يحصل او تمزق فيه الوطر اللي هو تركيب خمسة الاجابة به طبعا صح يا دكتور نعص فيه السائل الزلالي اللي هو التركيب اتنين ملوش علاقة طبعا يا دكتور الاجابة نمرة به تمزق الوطر بتاع العضلة ادرس الاشكال الاتية ثم اجب اي الاشكال تمثل حركة مفصل الكتف التي تنتج من قوة شدة اكبر للاوطار المتصلة به طيب المفصل بتاع الكتف كده هتلاقي فيه اوطار جاية من هنا كده يا دكتور واوطار جاية من هنا واوطار جاية من هنا فبالتالي انا دلوقتي لو انت خدت بالك من الرسومات والثلاث حالات اللي عندك دي الحالة واحد دي لو انت واخد بالك ده واحد رفع ايده كده صح طيب الحالة اتنين لا ده واحد حاطت ايده جنبه كده طيب الحالة تلاتة ده واحد عامل نص حركة كده طيب ما اعلى شد بقى العضلات بتشد ازاي كل ما تعمل كده 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 شد الاعلى يبقى اذا اعلى شد موجود في الشكل نمرى واحد يا دكتور اعلى شد موجود في الشكل نمرى واحد يبقى اذا اي الاشكال تمثل حركة نفسها للكتف اللي تنتج من قوة شدة اكبر للاوتار الشكل نمرى واحد هي الاجابة الصحيحة يقول لك هنا ادرس الشكل التالي ثم استنتج الشكل التالي ده في ايه يا دكتور في عضمة ووطر وغضروف وجلد صح كده بيبقى فيه ادي عظمة ودي فيه وطر ودي غضروف ودي فيه جلد ايو انت عايز ايه بقى اي مما يال يمثل الترتيب التنازلي تنازلي يعني من الكبير للصغير الصحيح للانسجة الحيوانية في الشكل اللي فات ده ما دي انسجة حيوانية يا دكتور اه من حيص قدرتها على الالتقام اه هو عايز ترتيب تنازلي اعلى واحد يلتقم وبعدين اللي قال طب تعال نشوف معدل الالتقامات في الجهاز الهيكالي بتاعك النسيج طبعا اللي بيوصله دم كتير هو اللي بيبقى الالتقام بتاعه حلو اه طبعا الغضروف هنا ده ضايع الالتقام بتاعه انا اديله اه صفر كويس او اديله اه ماشي انا هديله سالم انا اديله سالم بالالتقامه سيء جدا يا دكتور طيب في عندك جلد وطر وعظمة جلد ووطر وعظمة طبعا الجلد الالتقام بتاعه رهيب يعني هنا الله سبحانه وتعالى خلى كل حتة في جلدك فيها اه اوعية دموية اتعور كده في اي حتة معلش هتخر دم من كسافة الاوعية الدموية اللي في الجلد وده طبعا حماية من ربنا ليه لان انت حضرتك جلدك هو اللي معرض لاحتكاك الخارجية فاي اصابة فيه لازم يبقى فيه التقام عنيف فبالتالي افضل حاجة بتلتائم الجلد اه ده يديله عشرة من عشرة في الالتقام يديله درجة عالية جدا طيب بعد كده فيه الوطر وفيه العظمة الوطر ولا العظمة الوطر ابن العضلة الوطر ابن العضلة فامداده الدموي حلو زي العضلة فده ياخد امداد دموي كويس كويس مش وحش ولكن مش زي الجلد طبعا الوطر بعد الجلد طيب الغضروف ضايع مفيش العظم اقل من الوطر يعني العظم انا حديله واحد بلس مثلا او اتنين بلس يبقى اعلى التقام نمرة اربعة اربعة نمرة واحد اه في الالتقام يعني هو عايز ايه اه رتبهم تنازلي من القدرة على الالتقام احسن التقام نمرة اربعة خلاص طيب بعديه اه لا بعدي الوطر بقى اللي هو نمرة اتنين بعدين نمرة واحد اللي هي العظم بعدين الضايع دا اللي هو الغضروف يا دكتور نمرة تلاتة الترتيب اربعة اتنين واحد تلاتة اربعة اتنين واحد تلاتة الاجابة نمراجيم خلاص اي ترتيب تاني خاطئ يا دكتور يقول لك هنا يقول لك هنا يا فندم اا ام 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 اشكل المقابل يعبر عن اتصال بعض الاجزاء من الجهاز الهيكلي ادرسه ثم هاجب. خلاص انا محدد في دماغي اتصال بعد اجزاء الجهاز الهايكالي. سيبك من المفاصل لان هو مش تركيب معين احنا هنمسكه. يعني بيقول لك هنا اتصال من? يا عضم بعض. يا عضم عظام غضريف اربطة اوطار. بقية الجهاز الهايكالي. فالرسمة دي فيه الف وبه وجيم ودال فيه حاجة من الاربع اللي احنا قلنا عليهم. عضم غضريف اربطة اوطار. عايز ايه بقى? ما الحرفة اللي يشير الى الاوطار والعظام على الترتيب. عايز ايه يا فندم? عايز اوطار ثم عظام. اوطار ثم عظام. حلو كده الكلام. طب انا عندي هنا دلوقتي فيه حاجة لونها احمر اهيه شفتها? وحاجة لونها احمر اهيه. شفتها? وفيه حاجة بتربط ما بينه. خلاص مين اللي بربط عضم بعض? عضم مسلا. او انا مسلا اقول لك هل ينفع دي عضلة بعضلة? ويكون ده وطر? او ينفع ده غضروف غضروف? ما بربطش انا غضروف مع غضروف. طب يكون اه ده مسلا اه روباط مع روباط. عم على حاجة فيه حاجة اسمها روباط اتصل بروباط تاني. طب بوطر بوطر. لا. هو عضم اللي بعضم هو اللي بيتصله بالروباط. يبقى نمرى دال ده روباط. يبقى ازا المسلس الاحمر ده عضم? والمسلس الاحمر ده عضم? الله اللي هو المسلس جيم. يبقى جيم انا عرفت انها عظام. طب العظام صح لو انا مجيت كده العضم وعضم يربط ما بينهم اللمني ده الروباط. طيب عضم في حاجة بتربطه بحاجة. ما هو العضم? لو كان ده روباط برضو زي الرسمة اللي تحت. كنت تلاقي مسلس احمر هنا برضو. لما ده مش موجود كده. يبقى العضم ممكن يتصل بايه? بعضلة ايه ده? يعني دي ممكن تبقى عضلة? اه طب اللي بيربط العضلة والعضم اللي بيربط العضلة اهو. اللي يربط لك العضلة بالعضم ده ايه ده يا دكتور? اه يبقى الاصفر به ده وطر يا فن نمر. يبقى او عايز الاوتار ثم العظام. الوطر نمرى به ثم العظام نمرى جيم. يبقى به وجيم. على الترتيب. يبقى اذا هنا خلاص به وجيم على الترتيب. يبقى الاجابة به. يبقى اللي يشير الى الاوتار والعظام. الاوتار به والعظام جيم يا دكتور. طيب الاجابة به. الشكل الذي امامك يمثل جزء من احد اطراف الجسم. فاذا علمت ان كلا من صاد وعين انسجة هيكلية غنية بالكالسيوم. صاد وعين صاد اهو. وعين اهو. انسجة هيكلية غنية بالكالسيوم عظمي يعني. العظم الوحيد اللي في الليلة الجهاز الهيكالي غني بالكالسيوم. وانا عندي ايه? عندي غضريف. الغضريف اساسا ما فيهاش كالسيوم. اربطة اوتار دي انسجة ضمة ليفية. فيها الياف. خلايا ليفية. انما ما تقوليش ان فيها كالسيوم. الوحيد اللي فيه كالسيوم هو العظام. اذا عين وصاد دي عظام. ماشي عايزي بقى. اي البدائل التالية صح? ايه اللي صح بقى? كل من سين ولام. طب الاول حدد لي مين سين ومين لام. طيب ده كده لامة هو زي ما انت شايف ده بيربط ايه? عظمة بعظمة تانية. عظمة بعظمة. يبقى سين ده عبارة عن روباط يا دكتور. سين عبارة عن روباط. حلو كده الكلام. اما صاد اه انا زي ما انت شايف كده? اللي هو الاخضر اللي انت شايفه ده شفتو? الاخضر ده. ده سينة هو كده يا دكتور. ضربتلك العضلة بالعض يبقى سين ده. وتر على طول يبقى سين ده. وطر يا فنك ايوة بس كده. عايزي بقى كل من سين ولام يتصل به اعصاب حركية. هل سين اللي هو الوطر ولام اللي هو الرباط يتصل بهم الياف حركية? خلص. يتصل بهم الياف ح استي. بدليل لما الباب او الواتر يتقع او يتمزق تحس بألم ففيه احساس انما مفيش عصب حركي نازل للرباط فيبدأ يخلي الرباط يتحرك مفيش الكلام الفاضي ده يبقى قالف غلط به النسيج لام اكثر متانة من النسيج سين اللي انا عرفه قبل ما بص على الرسمة ان الوطر اكثر متانة من الرباط النسيج سين اللي هو الوطر اكثر متانة من النسيج لام مش بجملة كده لا اه ده بيقولك لام اكثر متانة من سين لام اللي هو الرباط اكثر متانة من سين غلط طبعا الوطر سين هو اللي اكثر متانة من لام يبقى ديه غلط طيب النسيج سين يحدد اتجاه حركة المفصل طيب النسيج سين هنا اللي هو مين اللي هو الوطر وطر الوطر اللي مسك في العضلة ده بيحدد اتجاه الحركة يا فندم اللي بيحدد اتجاه الحركة الرباط مش الوطر يبقى ازا كمان طلعت جيم غلط النسيج سين سين اللي هو ايه الوطر اقل مرونة من لام اقل مرونة من الرباط صح الروباط اعلى مرونة صح كده يا دكتور يبقى الجملة ده صح وعايز اي البداء الصحيحة يبقى الجملة ده اللي هي الجملة الصحيحة يا دكتور السؤال اللي بعده يقول لك اي مما يلي لا يعد من وظائف الاربطة ايه اللي مش من وظائف الاربطة يا دكتور هل مش من وظائف الاربطة ربط العظام ببعضها عند المفصل ده من اوائل الحاجات من وظائف الاربطة الروباط ده يا فندم يربط العظم ببعضه عندها المفصل. انا مش هقول لك كمان مدى واتجاه حركة. انا قبل ما اتكلم في حركة اساسي. الرباط وظيفته انه هو يربط العظم ويمسك العظم ببعض. طب وبعد كده لما يجي يحصل حركة يقوم يحدد مدى واتجاه الحركة. بتقول لي لا يعد من وظائف الاربطة ربط العظام بعضها غلب. لان ده من وظائف الاربطة. تسبيت بعض اعضاء الجسم في مكانها غلط. اه غلط. هو صح بسه غلط. هو بيعمل كده وهو عايز الغيل صحيحة. واي مما يليه. لا يعد من وظائف الاربطة. الاربطة يا دكتور لما نيجي ناخد في التكاثر ان شاء الله. حنلاقي ان الجهاز التناسولي للانسة اللي هو هتلاقي هنا الرحم وعنق الرحم جوه في الحوض عند الست وقوناوات فالوب والمبايد. بتبقى موجودة ومتربطة في الحوض. ما هي لو مش متربطة يا دكتورة حتيبشي تلقى. يعني هتلاقي المبايد عندك والرحم بيلقوا كده جوه الحوض. فربنا مسبتلك الرحم اه اربطة قوية كده. اربطة موجودة جوه الحوض. ماسكى في العظم نفسه بتاع الحوض. بس الاربطة دي مارنة جدا بقى. عن الاربطة بتاعة المفاصل. ليه? علشان لما يا رب كرمكو كده كده واشوفكو كده امهات صالحات يا رب. اه تلائم لوحدة لما تيجي تحمل الرحم بيبدأ يعلى يعلى يعلى. فالربط ده يبدأ يتشد 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 علشان يسمح بتمدد الاربطة دي عشان ينمو الرحم لها. فلزلك تيجي تقول لي ايه? اذا في اعضاء مسبتة في الحوض. اه او في جسمنا مسبتها لنا مين? الاربطة. فمعنى كده تقول لي هنا كده يا دكتورنا العزيز من لا يعد من وظائف الاربطة. ربط العزم بعضها ببعض? لا ده من وظائف الاربطة. وهو عايز اللي مش من الوظائف يبقى دي غلط. تسبيق بعض اعضاء الجسم في مكانها دي غلط برضو. لان من وظائف الاربطة تسبت اعضاء في الجسم في مكانها زي العضاء التناسلية. اللي هي عند الست. تحريك العظام عند انقباض العضلات غلط. غلط طبعا. دي مش من وظائف الاربطة يا دكتور. هل من وظائف الرباط? الرباط اللي هو بيربط عضم بعض? ان هو يحرك العضم لما العضلات تنقبض? غلط هزا الكلام. يبقى هو عايز الغلط ده اللي مش من وظائف الاربطة. تسمح بتمدد الراحم اسناء الحملي صح برضو يا دكتور دي طبعا هي الجملة صح ودي من وظيفة الاربطة بس هو غلط مش هختارها لانه عايز اللي مش من وظيفة الاربطة يا دكتور يبقى الاجابة عند حضرتك نمرة جيل السؤال اللي بعده يقول لك هنا اذا كانت تركيبين سين وصاد يتكونان من نفس نوع النسيج في الجهاز الهيكلي طيب يعني انا ممكن اقول لك سين وصاد فطالب يقول له ايه طب انا سين كده عندي دلوقتي كده اه ده اه رباط وصاد يبقى وطر ليه قلت كده يا فندم لان ده نسيج ضام ليفي وده نسيج ضام ليفي طب انا حمشي معك ان سين رباط وصاد وطر مثل او سين رباط وصاد رباط او سين وطر وصاد وطر هو بيربط ما بينهم حاجة اكيد لا طبعا يبقى يبقى ما ينفعش او غضروف مع غضروف الحاجة الوحيدة اللي هي يرتبط مع بعض في الجهاز الهيكلي ما تقوليش اه عضلة بعض العضلة مش الجهازة كلها هيكلي عضمة بعض ويربط ما بينهم رباط يعني هنا لما ييجي يقولك هنا كده يا دكتور التركيبين سين وصاد من نفس نوع النسيج في الجهاز اللي هيكلي يبقى سين عض وصاد عض تقول لي لا ما ممكن يبقى حاجة تانية اقول لك اه انا ديني قد نسيج يبقى ايه يبقى ايه وفي رابط ما بينهم من الامرعين ده اه اللي يربط ما بينهم هل ممكن يبقى سين مسلا رباط وصاد رباط ويربط ما بينهم حاجة رباط رباط ورباط واربط بينهم بروباط وطر ووطر واربط بينهم بروباط وطر ورباط واربط بينهم بحاجة ما فيش غضروف وغضروف خلاص يبقى هو عضم وعض يبقى عضم وعضم وعين ده رباط يا دكتور طيب ولام ده عبارة عن ايه لام ده المفصل اللي موجود ما بين العضمتين بتقول ليه طب ليه مش غضروف يا فان ما هو لو غضروف انا كنت جبتولك كده كنت جبتلك دي كده وجبتلك ده هي كده وهطط لك غضروف او جبتلك دي كده ودي كده وهطط لك حطة غضروف هنا وهطة غضروف هنا انما عاملك الفاصل اللي ما بينهم ده التقاء العظمتين ده مفصل يا دكتور بيقولك هنا ايه؟ والتركيب عين يربط بينهم مقاصر غياب لم لم المفصل لو المفصل غياب مش هيحصل حركة مش هيبقى في حركة كأنها عظمة واحدة يا دكتورة ملحوم توقف حركة التركيب صد? ماشي? عدم التحكم في حركة التركيب صد? لا. التحكم في الحركة بتاعة العظم ان انا اتحكم في الحركة دي وظيفة مين? اتحكم في الحركة دي وظيفة الاربطة. تتحكم في مدى واتجاه الحركة. طيب تاكل التركيب سين? يعني انا دلوقتي لو المفصل غاب. يتأكل سين يا فن ماهو. لو المفصل غاب مش هبقى في حركة. هيتأكل العظم ازاي? ده غلط هزا الكلام. اجهاد التركيب عين? فين عين? الرباط هو في حاجة اسمها اجهاد رباط يا دكتور برضو ده كلام يصح هذا الكلام يبقى ايزا انا بتكلم هنا في توقف حركة التركيب صاد يبقى لو المفصل غاب ها لو المفصل غاب العظمة صاد دي ما تتحركش ادي عظمة وعظمة تانية وفيما بين العظمتين مفصل خلاص كده طب معدش في مفصل يعني بقت عظمة واحدة فده مش هيتحرك خلاص يبقى ايزا الاجابة نمرة الف يا دكتور يقول لك هنا الرسم المقابل الذي يوضح تركيب احد المفاصل الرسم المقابل الذي يوضح تركيب احد المفاصل طبعا ده مفصل ايه اللي في الرسمة ده كادرة? اه شاطف ده مفصل الكتف ادرسه ثم اجب اي مما يالي قد يسبب توقف حركة المفصل بشكل كامل اتفاقنا اللي يوقف حركة مفصل بشكل كامل مفصل الله قدر الله. الكسر حصل فيه كسر. بايس في العظم اللي فيه. او الاوطار تقطعت. والاوطار هي اللي حتشد العظم فتخليه تحرك. يا كسر يا اه قطع فيه اربطة. او تمزق شديد في الاربطة يعني. اه يوه في الاوطار مش في الاربطة. الاربطة لو تمزقت او تقطعت حيتحرك المفصل. ولكن مش هقدر احكم المدى والحركة والاتجاه بتاع الحركة بس. اه الاصل يعني. طيب احنا احنا نشوف بس اه ايه البيانات يعني. طيب نمرة واحد هنا عندنا طبعا دي عظمة اللوح. الكتف. نمرة اتنين زي ما انت شايف دي اتنين كده ده ربط. نمرة تلاتة ده وطر يا فندم. نمرة اربعة دي العضلة. نمرة خمسة ده عبارة عن عظمة عدد. دي عظمة العدد. ونمرة ستة ده الازرق ده يا دكتور اللي هو الغضروف. ماشي. انت عايز ايه بقى? بيقول لك ايه اللي يسبب توقف حركة المفصل بشكل كامل. قبل ما بص على الاختيارات يا اما. العظم من اللي موجود ده هيكسر يا اما الوطر هو اللي يتقطع. الوطر نمرة تلاتة ده. الوطر نمرة تلاتة هو اللي يتقطع. فبالتالي مش حارف يشد العظم فتتوقف الحركة. يقول لك هنا اللي يوقف حركة المفصل تآكل التركيب ستة. اه لما الغضروف يتاكل المفصل هيتحرك. بس هيبقى فيه خشونة او الام. انما هييتحرك. يبقى دي لا يا دكتور. تمزق التركيب تلاتة. طيب. لو تمزق التركيب تلاتة. معادش يتحرك المفصل اقول لك اه. الوطر لو تقطع هشد بايه العظم? هحرك ازاي? يبقى هي هي دي صح كده يا دكتور. طبعا حتى الانه. طب تمزق التركيب اتنين? فين اتنين يا دكتور? الروباط. يا فندم الروباط ما يعني لو مش موجود. مش موجود. هيحصل حركة. انما مش حارف هتحكم في مدى الحركة. فده لا يمنع الحركة نمرأة انت غيابت اتنين. اجهاد التركيب اربعة. اجهاد العضلة. يا فندم اجهاد العضلة يعني ايه? يعني عضلة تعملها قوي بس قادر احرك المفصل. ملاقش دعوة بحركة المفصل. الكلام ده غلط. يبقى الاجابة نمرأ به يا دكتور. سؤال اللي بعده يقول لك في الشكل المقابل ازا علمت ان العضلة تقع امام التركيب? ثلاثة اه العضة ايه دا? اه عضلة يعني هو عايز يقولك انه عضلة من اخر يعني. يبقى اذا تلاتة دي عضمة. اولا ايه لا كده? العضلة تقع امام التركيب اربعة. اللي هو ايه التركيب اربعة انا معرفش. وان كل من واحد واتنين وتلاتة وخامسة واحد واتنين وتلاتة وخامسة لنفس نوع النسيج. يا فندم انت يا كيلي ان تلاتة عضمة. واتنين وواحد وخمسة من نفس النوع النسيج. يبقى واحد ده عضمة. ترجم بقى السؤال صح. واتنين دي عضمة. وتلاتة قرية دي عضمة. وخمسة. انت اقيل ان هي من نفس النوع النسيج واحد واتنين وتلاتة. يبقى دي عضمة هي كمان. حلو الكلام. فماذا يمثل? يمثل ايه? واحد. طيب. ده الرمادي اللي في النص ده ده وطر اخي. تخيلت ولا لا. ده الطرف السفن. صح كده يا دكتور? يعني بمعنى تاني. انا لو انا تخيلت القصة دي كده. طب تعال نشوف ايه اللي هو الدلائل اللي هو مديهالي في الرسمة. اللي هو مديهولي وطر اخيل. ده ما فيهوش نفعش. يعني هو مديني وطر اخيل. اللي هو رصادك اللون ورمان. يبقى لو انا تخيلت وطر اخيل اهو. ده وطر اخيل. صح كده يا دكتور? ده كده? وطر اخيل اهو. يعني دي العضلة التوأمية. وده وطر اخيل? حلو كده الكلام. طيب. يبقى ده وطر اخيل. جميل. طب وطر اخيل بيربط ايه? وطر اخيل زي ما انت شايف كده رابط لك اربعة في خمسة. انا تهالك انا. ادي وطر اخيل ده رابط لك اربعة في خمسة. هو خمسة لك ان هي عضل. هو قال كده او الله ما قال لك ان خمسة من نفس نوع تلاتة من نفس اتنين من نفس واحد فهو عضل. يبقى اربعة دي عضلة. يبقى اربعة دي العضلة التوأمية. وخمسة ده وطر اخيل وده وطر اخيل الرمادي ده. طيب. طيب. الوطر اخيل ده. ده 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 ده. يمسك لك التوأمية في ايه? في عظام الكعب. يبقى ايزا معنا كده على طول نمرة خمسة عضمة كعب يا دكتور. يبقى نمرة خمسة دي عضمة الكعب. احد عظام العرقوب. طيب. الوقتي العضلة التوأمية دي. اللي هو هتطالك هنا نمرة اربعة. موجودة قصاد عضمة. هو ايه لكن تلاتة دي عضمة. ايوة صح يا دكتور. ما هي العضلة التوأمية ده هي موجودة وراء اقصد يعني وراء. موجودة وراء القصبة والشازية. طيب والقصبة والشازية لو تاخد بالك. ده هي. في مفصل وبعدين في عضمة فوق. اه فعلا يا دكتور. في مفصل هنا الكع. ركبة. اهو. مفصل الركبة. وبعدين. حمال اه. ماشي. مفصل الركبة. اهو. ماشي خلاص. انا هعمل لكم ايه بقى? هي عايزة تجيلكم. فدي مفصل الركبة اهو. ده المفصل الزلالي اهو كده يا دكتور. بعد كده في عضمة نمرة اتنين اللي هي عضمة الفاخ. بعد كده في مفصل اهو. مفصل واسع الحركة اللي هو مفصل الفاخ. بعد كده نمرة واحد دي اللي هي عضمة اللوح. يبقى ازا لو انت جيت تشوف البيانات بتاعت حضرتك كده يا دكتور اهي. يبقى ازا هتيجي تلاقي هنا كده. اه دي نمرة وطر اخيل اللي هو عندك هنا كده. صح كده يا دكتور? رابط لك العضلة التوأمية اللي هي نمرة اربعة اهي. في العضمة بتاعة الكعب اللي هي نمرة خمسة. اه طيب العضلة ده اهي. اهي. العضلة دي كده في الرسمة. موجودة لزقه في عظمه. طب التوأمية دي مسك في عظام الساق. يب destinations ده كده عظام الساقه. بعد كده في مفصل اهو اللي هو مفصل الركبة. بعد كده يا دكتور في عظمه هي عظمة الفخد. بعد كده في مفصل زلالي تاني وسع الحركة اللي هو الحوض. بعد كده في يا دكتور العظمة اا اللي فوق ده هي اللي هي مع عظمة الحوض يا دكتور. اا ماذا يمثل نمرأ واحد? يمثل نمرة واحد اه اللي هو الحوض او الحزام الحوضي يبقى الاجابة عند حضرتك هنا الحزام الحوضي هل واحد دي عضمة الفخد لا يفندم عضمة الفخد نمرة اتنين هل عضمة القصبة لا يفندم نمرة تلاتة هي العضمة القصبة هل هي العضلة التوأمية لا يفندم العضلة التوأمية اللي هي نمرة اربعة صح كده اللي هي مسكها في وطر اخيل ومسكها في عظام الكعب يبقى دي غلط يبقى الاجابة نمرة اه واحد الحزام الحال يبقى كده بفضل الله وحمله ومنته وتيسيره وكده خلص اسئلة كتاب التفوق اسئلة سهلة عايزة بس شيء من التفكير شوية وليس العميق ما هيش صعبة ربنا يوفاكو يا رب ويا صديق كل عسير وينفاكو بما سمعتم و يزيدكو يا رب علما وحكمة وحزن تصرف في امور حياتكو استودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه السلام عليكم ورحمة الله وبركاته